يبدو أن علاقة الحب بين الأهل وكأس العالم للأندية علاقة متبادلة وليست من طرف واحد الفيفا يعلن اليوم مشاركة النادي الأهلي في بطلته المفضلة عام 2025 بعد مشاركته في منديال الأندية الماضية وصيفا لبطل أفريقيا عدى الفيفا ليزف خبراً سعيداً على الأهل بإعلان مشاركته في نفس البطولة بنظامها الجديد في 2025 الأهلي هيشارك في هذه البطولة لأنه بطل بطولة أفريقيا 2021 والفيفا قال إن الله هيشارك في منديال الأندية بنظامه الجديد في 2025 هو بطل قررته في آخر أربع بطلات علشان يواصل النادي الأهلي أرقامه الكراسية بعدد المشاركات في هذه البطولة العالمية محظوظ النادي الأهلي بس الحظ مش بييجي غير الكبار الناجحي يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 النادي الأهلي يا جماعة النادي الأهلي يا جماعة من حيث لا يدري من حيث لا يدري تأتيه الأفراح دائماً يعني مش كفاية إنه هو كافيل النادي الأهلي تاريخياً كافيل إنه يفرح جماهيره لا دا من حيث لا يدري كمان يلاقي الفرحة والسعادة النادي الأهلي أكتر فريق حصد بطولات أفريقية أكتر فريق في الكارة شاركة في كأس العالم للأندية الموسم الماضي البطولة فجأة تتنظم في المغرب وبالتالي الوداد هيشارك بصفته المنظم فيخش النادي الأهلي وصيفاً لهذه البطولة البطولة الأفريقية يخش كأس العالم للأندية برضو من حيث لا يدري ييجي الفيفا من شوية يطلع النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية في 2025 اللي هيشارك فيها 32 فريق فيقول لك الاربع فرق اللي كسبوا آخر بطولات أفريقية هم اللي هيشاركوا في كأس العالم للأندية يعني من 21 لحد 24 في 2025 هيشاركوا في هذه البطولة فالأهلي كسب كايزر تشيفز في النهائي دورة أبطال أفريقيا 2021 وبقى البطولة فهيشارك في هذه البطولة بغض النظر بقى كسب بطولة 2024 كسب بطولة 2023 كسب مكسبش هو هيشارك في كأس العالم للأندية محظوظ طبعا محظوظ محظوظ جدا بس ما يا جماعة الواحد يتعلم من حياته يعني ومن حياة الآخرين ومن العبرة اللي بيشوفها في كل حاجة أنه الحظ مش بيجي غير للناس اللي بتشتغل غير للناس اللي بتنجح النادي الأهلي وهو بيكسب كل البطولات الأفريقية الماضية دي ما كانتش بيقول إنه فيه 25 هيشارك في بطولة عشان هو كسب بطولة 2021 أكيد هو ما كانتش بيفكر في كده مش محظر مش عارف بس اشتغل وتعب واكتهد وهتلاقي حاجات من حيثه لا تدري فمبروك للنادي الأهلي المشاركة في هذه البطولة وسبحان الله كان فيه بعض الأصدقاء النهاردة كنت بتكلم معاهم قالك حتى جميع النادي الأهلي وهي زعلانة على مستوى النادي الأهلي في الفترة الأخيرة يجي لها خبر يفرحهم عشان منظومة نجحة منظومة نجحة في مجمل الأعمال يعني لو حضرك عندك تحفظات دلوقتي على إدارة مثلا ممكن ما جابتش صفقات مهاجم تحديدا في يناير المدير الفني مدير الفني كان عنده أقطاب في المباراة الماضية أمام سانداونز لعيبة كان عندها بعض التكاسل أو يعني ما قدتش بشكل جيد عندك تحفظات في المرحلة الأخيرة دي في الكام يوم الأخرانيين دول بس يتتكلم عن النادي الأهلي منظومة على مدار سنوات طويلة جدا منظومة دائما ناجحة منظومة دائما لا تغيب عن البطولات فيستحق النادي الأهلي حتى لو محظوظ فيستحق هذا الحظ النادي الأهلي يستحق هذا الحظ بصراحة يعني طيب إيه الحكاية بقى؟ إيه الحكاية بتاعت البطولة الجديدة دي لكاس العالم الأندية اللي الفيفا أعلن عنها النهاردة؟ تعالوا أقول لكم كل التفاصيل يلا بينا نهضر اتحاد دول كورد كادم فيفا أعلن انطلاق بطولة كاس العالم الأندية بشكل جديد بمشاركة 32 فريق بداية من نسخة عام 2025 جاء على رأس معايير المشاركين في هذه البطولة بشكلها الجديد اختيار أبطال آخر أربع نسخ لكل قارة وبالتالي وفقا لتلك القواعد التي تم إعلانها من جانب فيفا فإن الأهلي ضمن المشاركة في البطولة نظرا لتتويجه بلقب دور أبطال أفريقيا عام 2021 أما كرتاء أوروبا وأمريكا الجنوبية سيتأهل منها أبطال آخر أربع نسخ للبطولة القارية الأكبر بجانب أندية أخرى يتم اختيارها وفقا لتصنيف الأندية خلال تلك الفترة وفقا للاتحاد القاري أوروبا هيشارك منها 12 نادي أمريكا الجنوبية هيشارك منها 6 أندية أفريقيا أربع أندية أسيا أربع أندية أمريكا الشمالية أربع أندية أكيانوس نادي وحيد والبلد المضيف نادي وحيد الأندية التي ضمنت المشاركة في بطولة كأس العالم الأندية 2025 هي كالتالي النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا 2021 الوداد المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا 2022 تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا 2021 ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 2022 الهلال السعودي بطل دوري أبطال أسيا 2021 وأراوة رد الياباني في حالة فوزه بلقب 2022 وفي حالة فوز الهلال سيتم اختيار أحد الفرق الأخرى بالتصنيف الأسيوي أيضا منتري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية 2021 وسياتر الأمريكي بطل أمريكا الشمالية 2022 بالمراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 2021 وفلامينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 2022 وفي حال فوز فريق برازيلي اخر في البطولة في احد النسختين المجبلتين سيتم الاحتكام للتصنيف لان من شروط البطولة عدم مشاركة اكثر من فريقين من بلد واحدة يعني لو فيه فريق برازيلي تاني مش هيبقى هتبقى الامور فيها التصنيف من البطولة طيب ايضا النهاردة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قال لك هنستحدث بطولة جديدة لالاندية التقام سنويا من خلال مشاركة ابطال القرات وجها الى وجه باستثناء بطل اوروبا يعني ايه الناس او القرات قالت لك لا ما فيش كاس عالم الاندية كل سنة تبدون ابطولة تانية غيرها او كاس عالم النظام الجديد دوت هيقام كل اربع سنوات طيب اديني ابطولة تانية كل سنة الابطال القرات يلعون مع بعض فيها قال لك تمام موفقين هنعمل بطولة جديدة بطولة جديدة دي هيبقى ايه بقى هيبقى فيها ابطال القرات كلهم كلهم هيلعبوا مع بعض مطشط خروج المغلوب على طول هيعملوا قرعة ومثل بطل امريكا الجنوبية هيلاعب بطل افراكة بطل اسيا هيلاعب بطل اوكاينوس مثلا وبطل اوروبا على جنب مالوش دعوا بقى بالحكاية دي كلها بالتصفيات دي كلها وييجي بقى اللي يكسب التصفيات دي بطل التصفيات دي يروح يلاعب بطل اوروبا في المباراة النهائية تمام اشرح لكم تاني البطولة الجديدة المستحدثة بطل كاس العالم الاندية بنظامها القديم الكصة بتاعتها ايه ابطال وهتتعامل كل سنة ابطال القرات كلها هيلعبوا مع بعض التصفيات اللي هيكسب التصفيات دي هيلاعب بطل اوروبا في النهائيش ببساطة شديدة دي هتقام كل سنة وكاس العالم للاندية هتقام كل اربع سنوات زي كاس العالم للمنتخبات دي البطولة الجديدة المطش اللي هيتلاعب مع بطل اوروبا ده اللي هيكسب التصفيات اللي هياها مع بطل اوروبا هيلعب بالمباراة في ملعب محايد مباراة واحدة مش مباراة مش ده بالنسبة للبطولة المستحدثة نهار ده فيفا كمان اعلن عن نظام جديد لبطولة كاس العالم بداية من 2026 بس قبل ما اتكلم عن الكصة دي عايز بس اقول حاجة مهمة فيما يخص كاس العالم للاندية اللي هيشارك فيه الاهلي في 2025 بالنظام الجديد اللي فيه 32 فريق منهم 12 فريق من اوروبا اربعة اللي خده اخر اربعة بطولات والتمانية التانيين من التصنيف الاعلى في الاتحاد الاوروبي الكورة القضاء يعني ايه يعني فيه 12 فريق قوي جدا هيلعبوا هذه البطولة اللي هيشارك فيها النادي الاهلي في 2025 احنا يا جماعة دلوقتي في سنة كام في 2023 النادي الاهلي هيبقى عنده فترة الانتقالات الصيفية في 2023 فترة الانتقالات الشتوية في 2024 عنده فترة الانتقالات الصيفية بتاعت 2024 وغالبا فترة الانتقالات الشتوية بتاعت 2025 يعني عنده اربع فترات انتقال أتمنى بقى من النادي الأهلي يكون عامل خطة مش هقدر أقول طويلة الأمد عشان احنا نتكلم في بطولة بعد سنتين بس بسرعة النادي الأهلي يعمل فريق قادر على المنافسة في هذه البطولة أمام هذه الفرق الكبرى خد بالك هنا البطولة اختلفت تماما تماما عن نظامها القديم بمعنى إيه؟ بمعنى لو كان النادي الأهلي بيوصل لنصف نهائي في النظام القديم ويلعب عتاية والرابع وياخد البرونزية فهنا النظام بقى صعب جدا هنا بقى بطولة هستحط في مجموعة فيها أربع فرق ممكن يجيلك في الائتين من أوروبا فرق من أمريكا الجنوبية فتنها نفسك بتودع من دول المجموعات للاعبت بقى دول الستاشر ولا التمانية ولا سيمي فاينل والكلام ده كل فالبرونزية في 2025 هتبقى حاجة غالية قوي قبل كده مش هقول سهلة بس انت بتلعب لك مطشين تخش تاخد برونزية هنا لا هنا لا الموضوع بقى صعب جد فانت عشان تخش بقى البطولة دي وانت جامد جدا محتاج فرقة تقيلة قوي قوي عشان ما يبقاش ظهور النادي الأهلي التاريخي قبل كده اللي كان فيه برونزيات وكان فيه أرقام عظيمة جدا ما يبقاش حاجات معدية كده تبقاش حاجات صغيرة ففرقة حلوة لنادي الأهلي يشارك فيها في كاس العالم الأندية 2025 هتقول الفرقة اللي دلوقتي مش حلوة هقول لك مقصودش مقصودش يا عام بس دي مش هينفع تشارك في كاس العالم للأندية 2025 بالنظام الجديد محتاج شغل كتير قوي شغل كتير قوي فرقة تقيلة قوي هتلعب في بطولة فيها أقوى 12 فريق في أوروبا يعني مثلا مثلا يعني هتلاقي ريال مدريد هتلاقي تشيلسي دول اللي ضمنه يعني هتلاقي مانشستر سيتي هتلاقي باريس سان جرمان هتلاقي بارشلونة نبو العسمي المثال يعني فهتاخد بالك ماشي نادي الأهلي عنده مواجهة قوي جدا قدام الأطني الكاميرون يوم الجمعة لازم قلنا أنه يفوز بيها ويوم السبت في مواجهة تانية هي مواجهة الهلال السوداني وصندونز احنا هنا عايزين ايه عايزين صندونز يعمل نتيجة إجابية مع الهلال سواء تعادل أو سواء فوز طيب الهلال نفسه حالته عاملة ازاي الحالة دلوقتي عاملة ازاي تمحاطه في المباراة تمحاطه في هذه البطولة عاملة ازاي فالنادي الأهلي وأنا قلت الكلام دم بارح محتاج يكسب القطن وبعده يكسب الهلال في القاهرة بس هتفضل مواجهة الهلال وصندونز اللي هتقام السبت اللي بعد مباراة الأهلي والقطن بيوم هي مواجهة هي الحاسمة في هذه المجموعة هي زي ما قلت لكم المواجهة بين صندونز والهلال هي اللي هتكون حاسمة في هذه المجموعة صندونز تكسب أو تعادل مع الهلال في السودان هنا حظوظ النادي الاهلي زادت جدا بشرط طبعا انه الاهلي في امبراطي القطن اللي في الكاميرا ويوم الجمعة يكون كسبها طيب كسب الاهلي القطن يوم الجمعة وساندون كسب الهلال في السودان الاهلي يكسب الهلال في القاهرة في اخر مواجهة يسعد بغض النظر عن النتيجة اللي هيعملها الاهلي مع الهلال يعني ياخد السلاس نقاطه خلاص حتى لو بقى هدف دون رد تمام طيب ساندون تعادل مع الهلال هيبقى النادي الاهلي محتاج طبعا يكسب القطن دي خلاص دي حاجة مفروغ منها ويكسب الهلال في القاهرة بفرق هدفين بفرق هدفين عشان المواجهات المباشرة تبقى الصالح الاهلي لما هيتساوى النادي الاهلي مع الهلال في النقاط كثير من الناس يميلون ان ساندونز هيتهاون في هذه المواجهة مش هيلعبها بجدية من الاخر كده هيسيب المباراة رأي وتصوري وتوقعي ان ساندونز مش هيعمل كده بص فرق جنوب افريقيا والشخصية وا 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 ما تخلهمش يعملوا تصوري يعني طيب معنا دلوقتي فلوران بنجي الموديل الفني لنادي الهلال السوداني يا فندم مساء الخير مشرفنا ونوارنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 مواجهة قوية تنتظركم ان شاء الله يوم السبت القادم امام ساندونز في منفسة كبيرة مع النادي الاهلي لبطاقة السعود عن هذه المجموعة كيف تنزل لهذه المواجهة مع ساندونز لقد قلت كل شيء في سؤالك المباراة ستكون صعبة جدا ستكون قوية جدا ستكون امام فريق له كل الحضوظ الكبرى في الصعود ستكون تحدي بالنسبة لنا ليس امامنا سوى ان نفوز في هذه المباراة التعادل مستبعد بالنسبة لنا ليس لنا سوى الفوز هذه المباراة نعتبرها مباراة نهائية نتحدث عنها باعتبارها النهائي لن تكون سهلة بالتأكيد سوف نبذل قصارى جهدنا لكي نفوز بالثلاث نقاط وتأمين الصعود للدور التالي ساندونز اظهر قوة كبيرة قدام النادي الاهلي زهابا في الكهرة وقوة غاشمة في مباراة الاياب والفوز بخماسية سقيلة على النادي الاهلي حالة ساندونز الان في افضل الاحوال كيف تتبعون الفريق في هذه الفترة وهو يقدم افضل المباراة يمكن من اكثر فرق القرى الافريقية في دور المجموعات اللي بيقدم مباراة كبيرة بالتأكيد شاهدت المباراة على الهواء وكان شيئا مثيرا ورائعا جدا اداء فريق ساندونز الذي يهاجم بشكل داري له مواهب رهيبة في الخطأ الامامي لاعبون ومواهب يتمنىها اي مدرب في فريقه بهذه الحسابات سوف نذهب لملاقات ساندونز يوم السبت خسارنا هناك في مباراة الذهاب بهدف للا شيء كان هدف واحد فقط سوف نحاول ان نكون افضل من ساندونز سنكون افضل على الصعيد الفني والجانب التكتيك وعلى جانب التركيز ايضا لدينا الكثير من العمل في التمرين نقوم به الان لدينا الكثير من الواجبات التي نحفظها للعبين نقول لهم دائما اننا لم نلعب المباراة الحاسمة فقط في التأهل لا نريد ان نترك الامور للحسم في القاهرة ونريد ان نحسن في الخرطوم هل تتوقع ان ساندونز هيلعب بنفس القوة قوة المباراة الماضية وهو ضمن الى حد كبير التأهل عن هذه المجموعة هل تتوقع انه ممكن يلعب مباراة مش بنفس قوة المباراة الماضية لماذا لن يفعل لماذا لن يلعب بكل قواته دعوا ان انفسكم ما كانوا اضع نفسي ما كان مدرب ساندونز اتخيل ان مدرب ساندونز سيقول للاعبي عليكم ان تفوزوا بكل المباراة هم اذكياء ولن يلعبوا الا بقواتهم الحقيقية انا على الصعيد الشخصي اعتقد ان ساندونز سوف يلعب بكل قواته الضاربة سوف يلعب بكل مواهب وهكذا هي كرة القدم الفريق وجميع الفرق تبحث عن الفوز ولا شيء الا الفوز ونحن ايضا سوف نلعب من اجل الفوز كي نثبت اننا جديرون ونستحق التأهل لالدور التالي سوف نثبت اننا واحدا من افضل الفرق الافريقية منطقي ان نلعب نحن وهم على الفوز هذا امر منطقي وجهت النادي الاهلي من قبل مع فيتا كلوب وجهته مرة اخرى في هذه البطولة هل ترى ان النادي الاهلي يقدم مستويات اقل من البطولات الماضية ولا ترى ان الهلال في هذه البطولة هو الاقوى من النسخ الماضية اعتقد ان ارى ان مجموعة الاهلي كلاعبين مختلفة نوعا ما قبلتهم من قبل وفست عليهم في ملعبنا وخسرنا ماتش في ملعبنا وتعدلت معهم في القاهرة اعتقد ان الفريق اصبحان الفريق الذي وجهته من قبل والفريق الحالي مختلفان نوعا ما اما بالنسبة لفريق الهلال فالامر مختلف ايضا لانني هذا هو اول موسم لي مع الهلال احاول ان ابني من جديد واعتقد اننا قدمنا فريقا قدم اداء مقنعا لا اهلي ما يعانيه الان هو الاجهاد لانه عائد من كأس العالم للاندية اما نحن فلدينا وقت افضل لاستشفاء والتمرين واعتقد ان ايضا فرصنا بناء على اجهاد الاهلي افضل للتأهل من الاهلي بسبب ما يعانيه من اجهاد بمناسبة الاجهاد لديك منافسة قوية جدا مع المريخ في الدوري السوداني دخلت منافسة اخرى في البطولة العربية ولعبت مباراة كبيرة امام المنامة امس وفصت بالسلسية هل هذا قد يسبب ايضا ارهاق له الهلال قبل مواجهة سانداونز ولا الامور بدنية بالنسبة للفريق جيدة لا اعتقد ذلك لان امامنا خمسة ايام ما بين مباراة فريق المنامة البحريني وسانداونز هناك خمسة ايام لدينا الوقت الكافي للاستشفاء نحن جاهزون مئة بالمئة اذا استطيع ان اقول اخر شيء هل تتوقع ان الهلال يحسم بطاقته في مباراة سانداونز ام ستتأخر هذه البطاقة حسمها الى مباراة القاهرة امام النادي الاهلي اعتقد ان المباراة بالنسبة لنا سوف نلعب مباراة سانداونز باعتبارها مباراة نصف نهائي بالتأكيد سنحاول ان نصعد لدور الثمانية لانه سيكون انجاز بالنسبة لنا المباراة سوف تكون على ملعبنا سنحاول استغلال عام الارض سنأتي الى القاهرة لنلعب افضل مباراة ونقدم افضل اداء لدينا والتأهل للدور الثاني كل الحسابات مفتوحة ولا نريد ان نضع شيء نصب اعيننا الان ثم ننضب عليه فيما بعد سوف نحاول فعل كل شيء في مباراة ام درمان وان لم نحلفنا التوفيق سوف نحاول ان نصعد من القاهرة لا شيء محسوم حتى الان لدينا مباراتين الفوز امام سانداونز هذا امر بالتأكيد نحلم به ان لم نفعل سوف نحاول ان نفوز على الاهل في القاهرة هذا امر استثنائي اعلم ولكن كرة القدم فيها كل حسابات طيب السؤال الجاي ده هو سؤال يخصك انت خلصت كلام عن الهلال انا اتحدث مع واحد من المدربين الافرقى الكبار في القرى الافريقية سواء مع المنتخب الكونغولي سواء مع فريق فيتا كلوب والان مع فريق الهلال في العوام الماضية كان لأول مرة هناك مدرب افريقى يدرب فيه الدوري المصري هو بيتسو موسيماني هل تعمل في المستقبل سواء القريب او البعيد انك تبقى متواجد مع احد الفرق المصرية لماذا لا احلم بذلك بالتأكيد عملت في الكونغوة في المغرب والان انا اعمل في السودان بعد سودان المحطة التالية لا اعرف ولكن مصر امة كبيرة في كرة القدم على السعيد الافريقي وهي افضل الدول التي تقدم كرة على مستوى العالم ايضا سوف اكون بالتأكيد فخورا اذا ما تلقيت عقد للعمل في مصر فروران بنجي المدير الفني لنادي الهلال السوداني انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة ملاكزين ملاكزين وهو اكد على فكرة انه سانداونز هيلعب مباراة قدامه مباراة قوية وهل ان انا لو كنت مكان مدرب سانداونز هبقى داخل المباراة دي وبلعب على المكسب نقطة مهمة نقطة في منتهى الاهمية كمان انا اتصور انه سانداونز هيلعب مباراة خليكوا فاكرين سانداونز هيلعب مباراة فير يعني فيها فير طيب بتلكم من شوية ان الفيفا كمان عمل نظام جديد لبطولة كأس العالم بداية من 2026 النظام بقى الجديد ده تعالوا نشوف اتحاق الدولة القرارة القدم اقر النظام الجديد لبطولة كأس العالم للمنتخبات بداية من النسخة القادمة الفين ستة وعشرين لتزيد عدد المنتخبات المشاركة الى تمانية واربعين منتخبا بدلا من اتنين وتلاتين مما يعني زيادة عدد المباراة الى مية واربعة مباراة سيتم تقسيم التمانية واربعين منتخبا الى اتناشر مجموعة تضم كل مجموعة اربع منتخبات يتأهل منها منهم اصحاب المراكز الاولى والثاني بجانب افضل تمن اندية فيها المركز الثالث بدور المجموعات تبدأ مرحلة خروج المغلوب بعد نهاية دور المجموعات بداية من دور الاثنين وتلاتين بعد تحديد المتأهلين من دور المجموعات اوروبا هيشارك في هذه البطولة منها 16 منتخب القرى الافريقية هيشارك 9 منتخبات اسيا 8 منتخبات امريكا الجنوبية 6 منتخبات امريكا الشمالية 6 منتخبات اوكيانوس منتخبان وملحق عالمي هيبقى فيه منتخبان ايضا 9 منتخبات من القرى الافريقية ما فيهاش هزار دي يا جماعة هنلعب كسعالم يعني هنلعب كسعالم ما فيهاش هزار دي يا جماعة يعني لو لقدر الله لقدر الله يبقى احنا بنهزر كلنا 9 منتخبات افضل 9 منتخبات في القرى الافريقية المفروض هم اللي هيشاركوا في كأس العالم اللي جاي اكيد احنا من 9 يعني لو مش الاول مش التاني مش التالد مش الرابع مش التامن هنبقى التاسع وطبعا احنا مش مفهود نوصل لحد التاسع بس مفهود نشارك ان شاء الله يعني بإذن الله طيب النهاردة فيه دوري عبطال الاوروبا دوري 16 منشستر سيتي التهم لايبزيك التهمه هو بصراحة مش منشستر سيتي اللي التهم لايبزيك هو هلن اللي التهم لايبزيك خمس اهداف لهالن في هذه المواجهة وهدف لجندجان وهدف لديبروينا خمس اهداف في مباراة واحدة سجلهم هالن سجلهم في 60 دقيقة بالمناسبة يعني ما سجلهمش في المباراة كلها في 60 دقيقة كان جايب خمس اهداف في لايبزيك الالماني وصاعد طبعا منشستر سيتي عن هذا الدور وبورتو انتر خلصت المباراة بالتعادل السلبي طيب ارقام هالند التاريخية في مباراة لايبزيك بدوري ابطال اوروبا تعالوا نشوف ارقام مش طبيعية يلا هو مش طبيعي اصلا هو كائن مش طبيعي بص يا اخي شكله عام يعني صعب يعني اصبح اسرع لاعب يصل الى 30 هدفا في دوري ابطال اوروبا عبر التاريخ خلال 25 مباراة فقط متخطيا طبعا الاسطورة رودفان نيستر روي الذي وصل اليهم في 36 مباراة اصغر لاعب يسجل سوبر هاتريك او اكثر في مباراة واحدة عبر تاريخ دوري ابطال اوروبا 22 عاما و236 يوما ايه ده من اعمل ايه بعد كده ثاني لاعب في تاريخ دوري ابطال اوروبا يسجل خمسة اهداف في مباراة واحدة بادوار خروج المغلوب بعد اليونيل ميسي امام باي الليفر كوزين في 2012 واول لاعب يسجل 11 هدفا في اول 8 مباراة له في ادوار خروج المغلوب بدوري ابطال اوروبا بس كده بس كده بس كده طيب دي ارقام هالند خلصناها خلص نروح لاخبارنا النهاردة مصدر في نادي الزمالك قال لنا انه مفيش نسبة من اعادة بيع في عقد امام عشور للوكلاء اش كان فيه كلام انه الوكلاء هياخدوا نسبة من اعادة بيع امام عشور ودي اشعادت رأت في الفترة الاخيرة مصدر في نادي الزمالك قال لنا انه قصر الاندية الاوروبية من الاساس ما بتعترفش بهذا الامر وما بياخدوش او النسب دي بتبقى مع الكيانات بس مع الاندية بس يعني نادي الزمالك ياخد نسبة من اعادة البيع لكن الوكلاء اللي كانوا موجودين في هذه الصفقة ما لهمش نسبة من اعادة البيع عشان الكلام كان انتشر في الايام الاخيرة عن هذا العمر ده قصة امام عشور خبر ايضا من نادي الزمالك نادي الزمالك سافر الى الجزائر المساء اليوم السعادة اللي مواجهة شباب بولزداد يوم الجمعة القادمة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا رقم 10 عارف ان بعثة نادي الزمالك اللي سفرت الى الجزائر سفرت بدون رئيس بعثة هو عاصة هي حكابتن جمال عبد الحميد والكابتن خالد لطيب اعضاء مجلس الى دارة موجودين في مع البعثة ولكن مفيش رئيس للبعثة مفيش رئيس للبعثة وغالبا امين مرتضى هو اللي هو الموجود اصلا كمشرف على الكرة هو اللي هيقوم بدور رئيس البعثة في الجزائر بس كشخص معين لم يعلن انه في رئيس لبعثة الزمالك في الجزائر مين بقى قائمة نادي الزمالك اللي سفرت الى الجزائر في حراس المرمى هيكون موجود محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم وفي خاطة الدفاع هيبقى موجود حمزة المسلوسي ومحمود حمد الوينش ومحمد عبدالغاني وحسام عبد المجيد ومحمود شبانة ومحمد طارق واحمد فتوح وفي الوسط هيتواجد محمد أشرف روقة وعمر السيسي وعنبيل عماد دونجة وسيد عبدالله نمار وسيف جعفر واحمد مصطفى زيزو مع مصطفى شلبي واحمد بالحاج وابراهيمة نضاي وفي الهجوم هيتواجد سيف الدين الجزيري مع ناصر منسي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينيولا سامسون أكينيولا موجود بس في القائمة دائما يعني بس مين اللي هيغيب عن نادي الزمالك في هذه المواجهة؟ عبدالله جمع عشان عنده إصابة في وجه القدم وجهزيته ما اكتملتش وعمر جابر عنده أيضا شد فيه العضلة الأمامية وشكبالة بيعاني من أثار نزلة البرد اللي اتعرض لها خلال الأيام الماضية ومحمد عبدالشاف هيغيب أيضا عشان بيعمل برنامج تأهيلي بسبب إصابته بكادمة في كاحل القدم مع مصطفى الزناري اللي هيغيب لأسباب فنية بالمناسبة محمود حمد الوينش وحمد فتوح يعني بيعودوا طول الوقت مع اللاعبين في جلسات كثيرة جدا عشان يحاولوا يلموا شمل اللاعبين والفريق قبل مواجهة بلوزداد والاتنين طلبوا اللاعبين بتكلم على الوينش وفتوح إنه هم يركزوا في المرحلة الصعبة دي أمام شباب بلوزداد ويحطوا الخلافات أو أي مشاكل على جنب خد بالك خد بالك وكان معايا بقى الحمد الهواري وتحدث عن بعض الخلافات بين زيزو اللاعبين وبعض اللاعبين وبعضهم في الفترة الأخيرة خد بالك لما بتخسر لما تبقى النتائج مش مشة لما بتخرج من بطولات أو تبعد عن بطولات الحالة النفسية والمعنوية عند الجميع بتبقى فيها توطر وزعل كبير عكس طبعا لما بتبقى كذبان يعني نفس اللاعبين دول اللي كنا بنشيد بيهم جدا الموسم الماضي بنقول الترابط اللي بينهم هو اللي كسبهم البطولات نفس اللاعبين نفس الأشخاص ما تغيروش يعني بس لما بتخسر كله بيتوتر كله بيرمي عالتاني وكله بيبقى زعلان هو في الأصل بيبقى زعلان على فريقه بس بيزعم من اللي حاوليه كلهم فأنا هتصور إن الزمانك مش محتاجة أكتر من نتائج جيدة الفترة اللي جاية وهتلاقي الحالة اللي في غرفة خلع الملابس دي اتزبطت جدا جدا يعني طيب اتحاد الكرة رفض طلب عبدالله السعيد لعب بيرميدز الحصول على الرخصة اللعب كان تقدم للرخصة بس اتحاد الكرة قال له إن انت ماخدتش رخص قبل كده وإنه هو كمان ما بيشاركش في المحاضرات عشان عنده مباريات وتدريبات فمسؤولي اتحاد الكرة قال له كان لازم تبقى موجود أو لازم تبقى موجود عشان تاخد الرخصة وفقا لتعليمات الكاف وما ينفعش يحصل أي استثنائات طيب الحكاية اللي الناس كلها بتتكلم عنها على السوشيال ميديا سألنا الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالتحاد الكرة السؤال اللي الجميع بيسأله دلوقتي هو وليد سليمان اللي جايبه ياخد الرخصة إيه وهو لسه معتزل عشان تاخد الرخصة إيه لازم تاخد الرخص إلا قبل كده فإزاي لسه معتزل ودخل ياخد الرخصة إيه على طول وانتقادات كثيرة ليه الدكتور جمال محمد علي وكلام كتير عن مجاملة ليه وليد سليمان لما سألنا الدكتور جمال محمد علي قال لنا المفاجأة إنه وليد سليمان أصلاً واخد الرخصة به عام 2015 وهو لاعب فيه النادي الأهلي وبالتالي من حقه بعد ما خد الرخصة به إنه ياخد الرخصة إيه أو يخش الدورة بتاعت الرخصة إيه وياخد الرخصة إيه وخلصت الحكاية ببساطة يعني أصلاً بصراحة برضاً لما تبعتها على السوشال ميديا قلت ما مش هينفع فيها هزار دي يعني دي ما ينفعش فيها مجاملات ما مش هينفع ياخد الإيه اللي ما يكونوا ياخد اللي عبلها ببساطة شديدة ببساطة يعني طيب ودي السور أي اللي بتثبت ده النهاردة وقيمة قرعة دور الستاشر لبطولة كأس الرابطة واللي هتكون مباريات الدور الأول ودور السمانية منها هيكون فيه شهر مارس الجاري ونصف النهائي والنهائي هيكون فيه شهر يونيو القادم القرعة جاءت كالتالي الأهل هيلعب المصري غزل محلة هيواجه الإسماعيلي أم المقولون العرب هيواجه حرس الحدود وفيوتشر هيواجه طلاع الجيش والزمالك هيلعب مع البنك الأهلي وسيرمية كلوباترة ضد سموحة والاتحاد هيلعب مع فاركو بيرامنز كمان هيلعب مع مبي طيب إيه اللي حصل في القرعة كواليس القرعة لقاءات ما بعد القرعة نشوف ونرجع نكمل كلامنا بطولة دي بطولة محترمة جدا تاني مصابقة تتعامل منها بطولة إحنا كده بنحط نفسنا في مكان كويس جدا في دول العالم بطولة تكسر ربطت لأندية في كل حتة في العالم بتتعامل وهي السنة اللي فاتت كانت بوضع والسنة دي في وضع لأن كان السنة اللي فاتت فيه بطولة الأمم فكان فيه وقت جدا للأندية تلعب محترمة أقوى لكن هي جاية دلوقتي حاليا بصراحة جاية في وقتها جدا أن البطولة متوقفة بطولة دولة متوقفة ولسه في أول الدوري هيتلعب في أول شهر أربعة فبالتالي عند الأندية كلها فترة استعداد كويسة جدا تدي صيغة المحترمة الرسمية فبالتالي يكون إن شاء الله استعداد قوي جدا للدوري بالنسبة للأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا عندهم فرص كويسة جدا الموضوع في إيديهم هما دلوقتي النادي الأهلي لو كسب إن شاء الله القطن بعد بكرة والزمالك كسب بلوزداد هيكون لهم فرص كويسة جدا في الأدوار اللي بعد كده إن شاء الله في البداية أنا برحب بالقناة الأولى وكابتن كريم ممسوط جدا أن أنا يعني على قناة التلفزيون المصري العظيم القرعة قوية ودايما مباراة اللوك أو المباراة الكووس بتيبقى نظام 50-50 نحن اللعب ماتشي قوي مع أمبي ويا ربنا يكرمه هي بطولة تحضرية نحن مستعدين لكل البطولة نحن بنشارك في دوري العام بنشارك في كاس الكونفدرالية الأفريقية بنشارك في كاس مصر وواصلين النهائي فنحن مستعدين لكل البطولات وفرصة مستر باتشيكو بنيشوف كل اللعبة سواء رجع من إصابة سواء مجهيسي سواء ناشئ عاوز يشوفه كل ده حاجات كويسية ربنا يوفق كل الأندية المصرية اللي بتشارك في البطولات الأفريقية سواء أهلي وزمالك وفيوتشر وبرامز طبعا اللي هو فريقنا بنتمنى أن يتصدر مجموعة ويحصل على بطول الكاس الكونفدرالية بإذن الله طبعا برحب برخة معاشرة كريم رمزي والكاتبة المهيزة جدا اللي أنا تبحق باهتمام بتقدموا إعلام راقي ودايما حرسين أنكم تقدموا المصدقية دايما في أخباركم وتناولكم للأحداث النهاردة كممثل فيوتشر فيوتشر هو حامل اللقب النسخة الأولى النسخة التانية هتبقى نسخة قوية جدا عن النسخة الأولى لأن بعض الأندية ممكن ما كانش فيها في النسخة الأولى يعني اهتمام كبير جدا زي المرة دي موجود أهلي موجود زمالك موجود حتى لو شفت توزيعة الأندية فيها تقارب أهلي ومصري فيوتشر وجيش زمالك وفرقة تانية محلة واسماعيلي لا تحس أنك أنت بترسم مباراة بشكل كويس جدا هيبقى مرضوطها مميز جدا للأندية سواء أنهم في فترة التقفات يشراق بعض اللعبين اللي مش موجودين دايما في التشكيلة الأساسية تقدر تقف على بعض الكوادر فيهم وأيضا أن دي إضافة جديدة لأحد البطلات اللي بتعملها ربطة الأندية برئاسة النقم أحمد دياب في الفترة الأخيرة لشغلين كويس جدا أنا شايفين ده كله ده مردود ولو ما فيه مردود يبقى مردود الإيجابي على كورة مصرية الدول المصري خارطة تغير السنادي يعني نتفق نختلف لا فيه تغيير بدليل أن فيوتشر في المركز الثاني برامس في المركز الثالث زمالك في المركز الرابع أو الخامس المحلة قريب التحاد سكنداري السنادي عن أداء مميز جدا لو تكلمنا هنتكلم على أن الخريطة في أفريقيا غرب ضغير سواء في كونفدرالية أو سواء في دور الأبطال أو في القرى مصرية القرى والرياضة بقى الصناعة وصناعة مهمة جدا القوي والمميز والمركز واللي شايف أن الأمور بنسباله فيها ترجيس وفيها هدف أعتقد أن ده يبقى في حتة تانية أن فيه إخفاقات لبعض الفرق أو لبعض الأندية أو تعصرات ده وارد في قرط القدم نحن البياني دائما لأي فريق لما بيصعد بيرجع تاني وده مش مقاس أن الفرقة دي إكس أو واي فرقة مثلا مستوى هبط لا هي بعض تعصرات لبعض الأمور سواء الفنية أو الاقتصادية أو يعني الأمور محيطة لكن في المجمل أنا شايف أن الخريطة تتغير وإن شاء الله تتغير الأحسن لمستوى المنتخبات لأن إحنا دخلين مثلا لو من ضمن الكلام لو كلمنا عن مشوار المنتخب الأول في ملاوي أو مشوار المنتخب الأولمبي عندنا مباراتين فاصلتين بالنسبة لفريقين سواء في المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي دول برضو هيغيروا من شكل وخارطة الكرة المصرية في أنك توصل الأدوار اللي جاية أو المنتخب الأولمبي إن شاء الله نتشوفه في باريس 24 إن شاء الله في البداية الآله وزمالك عندهم موقف صعب جدا أنت بتكلم على الآله محتاج أنه يفوز على القطن الكاميروني عشان أنه ينتظر بقى مبارات الإلال وصندونز في دورة أفريقيا عشان حالة التعادل أو خسارة الهلال الآله يتعهل إن شاء الله في حالة فوزه على الهلال في آخر مباراة نات زمالك يمكن فرصته صعبة برضو لأنه هو محتاج يفوز على شباب الأزداد الجزائري في الجزائر عشان أنه هو يختف بطاقة التعاول بعد كده من مبارات المريخ في كايرا ولكن في حالة طبعا تعصوا نات الآله أمام شباب الأزداد سواء بالخسارة أو بالتعادل هيكون طبعا كده بيدي بطاقة التعاول لفريق الشباب بالأزداد مع الترجي التونسي أنا بشوف أن الفريقين مواقفة بصعبة لكن يوب الجوعة طبعا هو اليوم الفاصل في ملف طبعا الآله والزباليك دور الأبطال يعلم بحضراتكم مرة أخرى وقت ما كنا بنزيع التأرير ده اللقاءات دي بصيت على تصريحات هلند بعد المباراة أنا أفهم المهاجم اللي المدرب بيسحبه أو بيطلعه بره المباراة أو يعني بيغيره يعني وما كانش يسجل هدف فبيطلع زعلان هو طبعا هلند خرج النهاردة من المباراة بعد ما سجل خمس أهداف في لايفزيك في المباراة اللي يكسبها منشستر سيدي سبع هلند بعد المباراة قالك أنا روحت وقلت البيب جورديولا وهو بيخرجني هو أنت بتخرجني ليه؟ كنت عايزة سجل الهدف السادس عشان يبقى سمي سجلته هاتريكين يا سلام يا سلام انت مش بنهدب انت بتخيل العقلية اللي هو مسجل خمسة وطلع مش راضي أنا لأ كنت عايزة سجل ست في المباراة واحدة انت بتخيل دماغ رايحة فين؟ نحن عندنا في لعيق يعني مش هكارب مش هكارب قلت أقول لك حاجة بس لقيتها مقرنة دمات إيل أصلا مش هقول لها أصلا طيب نروح دي الأهلي والقطن الكاميروني زي ما قلت لكم مواجهة مهمة جدا للنادي الأهلي يوم الجمعة القادمة لابد أن يحسنها النادي الأهلي ولابد أن يسجل فيها الفوز والسلاس نقاط بإذن الله بإذن الله يعني طيب القطن بقى بيفكروا في هذه المواجهة زي القطن اللي بيظهر بصورة ضعيفة جدا في هذه البطولة القطن اسمي كبير في القرى الأفريقية ولكن في هذه البطولة ضعيف جدا أنا هتكلم كتير مع المدرب المساعد للقطن الكاميروني أرنست أكبور عشان يقول لنا القطن بيفكر فيه بالنسبة لنا إحنا بنفكر في الفوز القطن بقى بيفكر فيه مش عارف طيب معايا على الهاتف الآن أرنست أكبور المدرب المساعد لنادي القطن الكاميروني يا فندم مشرف ومنور شكرا لك بالتأكيد البداية سؤالي عن المواجهة الكبيرة اللي هتجمع القطن الكاميروني مع النادي الأهلي يوم الجمعة اللي جاية سألتكم ليها إيه وتوقعاتك لهذه المواجهة كيف ستكون هذه المواجهة بين القطن والنادي الأهلي هيكون مباراة جدية جدا نحن نسعى لتحسن لعبنا أمام النادي الأهلي نحن لعبنا بشكل جيد أمام في السودان ونحن نريد لعب مباراة جيدة النادي الأهلي يدخل هذه المواجهة ولا بديل عن الفوس في هذه المباراة والقطن في المقابل لديها أيضا تمحات الخروج بشكل جيد من هذه المجموعة من دوافع هتكون أكبر في هذه المواجهة من وجهة نظرك أعتقد أن دوافعنا كنادي القطن الكاميروني سوف تكون أكبر أن نلعب من أجل سماعاتنا في الدولة نحن نلعب لتحسين صورة نادي قطن الكاميروني سوف نسعى كل ما بوسعنا ونحن سوف يكون لقاءا حقيا وجد جدا أمام النادي الأهلي أعدك بذلك من الحاجات أيضا مهمة جدا لحبس الحراك عنها وهي القطن الكاميروني لماذا ظهر بهذه الصورة المخيبة للأمال نحن نتحدث عن اسم كبير في القرى الأفريقية لماذا ظهر بهذا الشكل خلال دور المجموعات في دورة أبطال أفريقيا نعم من أجل السبب من وراء ذلك أن لدينا لاعبين صغار السن لا يكونوا على قدر العالي من هذه المنافسات من الجودة العالية في منافسات دور أبطال أفريقيا نعم هي بطولة جديدة للعديد من لاعبين صغار السن الذين ما زالوا تطوروا نعم نحن نسعى من أجل التطوير في مباراة الأهلي والساندونز الانتهت بفوز ساندونز بخماسية هل ركبتوا النادي الأهلي في هذه المواجهة هل تتوقعوا ظهور باهة للنادي الأهلي في مباراة القطن الكاميروني مثل مباراة ساندونز ولا تتوقعوا مباراة أفضل للنادي الأهلي أمامكم نحن نقوم بتحضير كل مباراة لمباراتها ونسعى لمكاسب من أجل تطوير لاعبين فهذا اللقاء سوف يكون تكتيكيا على أعلى مستوى من حيث التمركز الخططي نحن عادينا أن نحصل على المزيد من النقاط لتحسين صورتنا هل هناك غائبون عن هذه المواجهة من جانب القطن الكاميروني سواء للإصابة أو للإيقاف لا ليس لدينا أي إصابات في لاعبين ولا إيقافات نحن سوف نكون كاملين لعدد أمام الأهلي طيب هل حضور الجماهير في هذه المواجهة سيكون حضور مجاني زي ما اسمعنا ولا مش حضور مجاني طبعا هذا اللقاء سوف يكون مجانيا من أجل الحصول على أكبر متابعة وتحقيق النصر أرنست إجبور المدرم المساعد لنادي القطن الكاميروني أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وبالتأكيد نتمنى فوز النادي الأهلي في هذه المواجهة نتمنى النادي الأهلي يركز في نفسه فقط أتمنى أنا شخصيا أن لعب النادي الأهلي ما يفكروش في المباراة اللي بعدها بيوم مباراة سانداونز والهلال أنت ممكن تبص على سانداونز والهلال ولقد الله تحقى النتيجة سلبية قدام القطن الكاميروني ركز أنك تكسب المباراتين القادمتين بغض النظر تأهلت أو لم تتأهل إلعب باسم النادي الأهلي وسمعة النادي الأهلي تخرج من البطولة بعشر نقاط على الأقل خرجت بعشر نقاط على الأقل طبعا دي مش حاجة يعني هتبقى مرضية لجميع النادي الأهلي بس لو ما خدتش البطاقة فتاخد على الأقل السورة المعقولة ده بالنسبة للنادي الأهلي ومواجهته أمام القطن الكاميروني هنستمكملين مع حضراتكم وبعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله خليكم معنا يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى طيب معنا دلوقتي الجنوب أفريقي كيفين جونسون المدرب السابق لنادي الأهلي مساعد بيتسو موسيماني يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر مساء الخير وشكرا لك على استضافتكم مي ومساء الخير على كل متابعينك ومشاهدينك بداية بالتأكيد لازم أسألك عن الخسارة الكبيرة للنادي الأهلي أمام صون داونز بي خمسية كيف شاهدت هذه المواجهة ولماذا خسر النادي الأهلي بهذه النتيجة الكبيرة بداية أود أن أخبرك أنني قلت وصرحت قبل هذه المباراة أنها سوف تكون مباراة صعبة للنادي الأهلي لأن في اللحظة الحادية أن صون داونز هو لديه تمركز خططي ولاعبي على أعلى مستوى في هذه اللحظة التي أتحدث إليها نعم لقد طور العديد في الكرة الجنوب الأفريقية وبالتالي كان من الصعب للاعبين النادي الأهلي أن يجاروا مستوى هذا الصعب من المنافسة ولم يكن لديهم أن يفعلوا ما بوسع ذلك أو أفضل من ذلك أن يقدموه في هذه المباراة وأن أخبرك أن النادي الأهلي لم يأتي للمباراة للأسف الأهلي لم يصل لجنوب أفريقيا على أنه أفضل فريق في أفريقيا عليك أن تعلم أنك ذاهب كأفضل فريق لأفريقيا وبطل أفريقيا لمواجهة فريق على قدر عالي من الجودة الفكرة كانت بأن التمركز الخططي وتحضر التمركز الخططي اللاعبين كان يكون أكثر من ذلك بأن تواجه على فريق بهذا القدر العالي من المستوى في جنوب أفريقيا نعم أنا أقول لك أن السين داونز لعب مباراة عالية ولكن بالرغم من أن الأهلي سجل هدفين لبيرسي تاو ومحمد شريف ولكن لقد اتسع رقعة الملعب وكان هذا الشكل أفضل لنادي الأهلي حيث كانت هناك العديد من المساحات الخالية التي خلقها لاعبي النادي الأهلي لفريق سين داونز فبالتالي استغل فريق سين داونز تلك المساحات وحاول تسجيل العديد من الهداف كما فعل في هذه اللحظات الأهلي لم يكن لديه اللاعبين على مستوى الهجوم لم يكن لديه تفوق عدد على مستوى الهجوم ولا عديد من اللاعب في مراكز الهجوم حاول الأهلي أن يلعب مباراة دفاعية حاول سين داونز استغلال كافة المساحات في خلف خطوط دفاعية النادي الأهلي سواء على الأطراف سواء في العمق سواء على وسط الميدان كل هذا سنح الفرص فبالتالي أن الأهلي للأسف كأكبر فريق في أفريقيا لم يلعب المباراة بشكل جيد خططيا نعم أعرف أن هناك ربما بعض الإصابات لللاعيبة للأهلي أو بعض عدم الجاهزية لللاعبين ولكن أنت عليك أن تعرف قيمة ذاتك أفضل وأكبر نادي في أفريقيا وعلى الأهلي أن يلعب مباراة أفضل من ذلك وأن يلعب ويؤدي بشكل أفضل كي ينافس على هذه المستويات العالية أنت دربت النادي الأهلي وقلت الآن أن النادي الأهلي هو أكبر نادي في القارة الأفريقية هل في رأيك أن أكبر نادي في أفريقيا كان من المفترض أن يلعب مباراة دفاعية بطريقة دفاعية أمام سون داونز نعم هذا كان مدهش لي فكيف لك أن تلعب بشكل دفاعي في سون داونز في جنوب أفريقيا كيف أن تقوم بوضع خمس مدافعين في الخلف أمام مهاجمين خطرين لم يكن التمركز الدفاعي للأهلي أفضل شيء برغم التمركز الدفاعي ولكن في رأيي الشخصي كان هناك تفوقا لسون داونز أنه كان هناك عمقا هجوميا في دفاعات الأهلي كنت تم اختراقه لأكثر من خمسة وستين مترا طوال أحداث المباراة الأهلي لم يلعب بشكل جيد في التمركز الخططي فبالتالي كان سون داونز لعب المباراة بسهولة عالية وكان يمرر دمريرات حاسمة وسريعة في تفاصيل صغيرة أثبت قدرته هجوميا الأهلي لديهم واجهة قوية جدا ومهمة جدا أمام القطن الكاملوني يوم الجمعة القادمة سون داونز لديهم مباراة أمام الهلال يوم السبت القادم هل تتوقع صعود النادي الأهلي عن هذه المجموعة أم تتوقع خروج النادي الأهلي عليك أن تعرف أن الأهلي لديه الفرصة كبيرة للتأهل يتخطى قطن السبت عليه الفوز عليه الفوز على الهلال والقطن فبالتالي على اللاعبين أن يعرفوا أنهم ينبغي علينا الفوز حتما علينا اللاعب وفي حالة أن فوز سون داونز على الهلال والقطن أعتقد أن الأهلي سوف يلاعب في السودان إذا كان أعتقد أن النادي الأهلي سوف يلاقي سون داونز وبعد ذلك سوف يذهب سون داونز إلى الكاميرون ليلعب ضد القطن الكاميروني في هذه المباراة ينبغي على سون داونز أن يهزم الهلال والقطن وبالتالي على الأهلي أن يكسب ويفوز على الهلال وعلى القطن طيب بحسب معرفتك بنادي سون داونز وأخلاقيات نادي سون داونز هل تتوقع أن سون داونز قد يتساهل أمام الهلال السوداني في مباراة السبت وأسعد الهلال وسون داونز سواء إلى الدور القادم أم أن سون داونز هلعب مباراة بجدية أمام الهلال للفوز بيها لا أعتقد ذلك أن فريق سون داونز هذه ليست عقلية سون داونز لا يمتلك لاعبي ولا نادي سون داونز هذه العقلية التي تتحدث عنها في هذه اللحظة أنا أعرف تمام المعرفة أن فريق سون داونز لديه جهاز فني على قدر عالي من المستوى وأنهم يلعبون بروح عالية أمام الهلال والقطن في مباراة الفريقين أنا أعتقد أن سون داونز سوف ينهي دور المجموعات بأفضل مستوى وأفضل شكل لا أعتقد أن سون داونز يخطط لإخراج النادي الأهلي ويقوم بتأهيل أو بالخسارة أمام الهلال ليخرج بالأهلي خارج البطولة الجنوب فريق كيفين جونسون سؤالي الأخير ليك بيتسو موسيماني من وجهة نظرك هل رحل عن النادي الأهلي أو معرفتك ببيتسو موسيماني بحسب معرفتك لبيتسو موسيماني هل رحل عن النادي الأهلي بإرادته؟ مرة أخرى هل بيتسو موسيماني بحسب معرفتك بيه؟ هل رحل عن النادي الأهلي برغبته أم رحل عن النادي الأهلي مجبرا؟ أنا ليس لديه تعليقا بهذا الأمر عليك التحدث للسيد موسيماني ليس لديه تعليق سيد كريم الجنوب أفريقي كيفين جونسون المدرب السابق للنادي الأهلي ومساعد بيتسو موسيماني السابق أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة المهمة جدا نسا بكابلين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله خليكم موسيقى يا لب حضراتكم مرة أخرى اشرفني وينورني في هذه الفقرة لتحليل ما هو قادم بالنسبة للأهلي والزمالك فيه المطولة الأفريقية أصدقاء أعزاء جدا ومعتدين عليهم في هذا البرنامج برنامج رقب عشر ديوف أعزاء دائما محمد جبال ومحمد خليفة أجيمي مشرف ممنوع أخبارك كله تمام خليفة مشرف ممنوع سعيد جدا أن أنا معك كريم والله وسعيد أن أنا النهاردة مع محمد جمال وحاسبك بقى أنت تضيف الأخير عشان ما أحرقوش دا عشان ما أحرقوش دا طيب معنا ضيف تالت زي ما الكاميرا جابت كده يا جماعة بس ضيف التالت دا أنا هقول لكم ببساطة هو بجانب أن هو راجل أشرة عمر شاطر جدا صحفيا وإعلاميا بيعمل برنامج في الراديو راديو أونسبورت دلوقتي عشان تعرفوا إحنا رايحين لفين يعني اسم البرنامج بسم الله الرحمن الرحيم كده عركني عركني بس هو من حظه السيء أنه هو جال في منطقتي عركني النهاردة أنا جامل نسمعي صديقي العزيز الإسلام عزة الإعلامة في راديو أونسبورت إسلام مشرف ومنور مشكلة كريم طبعا ومش عارف أولا كي أنا مفصوص أنه النهاردة معاك جدا مفصوص أنه مع دكتور محمد جمال ودكتور محمد خليفة وأنت دكتور كريم الأموزي لا ساعات وأنا جاي قاعد على الباب هيا حلقة خطر اللي تعمل ما شوف المريض تعمل ليه ووطيل عامل يا جامل أخبرك إيه الأهل عنده القطن بسم الله الرحمن الرحيم الناس مش مركزة في مباراة الأهل والقطن قد ما هم مركزين في مباراة سنداؤنز والهلال عشان الأهل لو كسب القطن هيبقى برضو لسه مستني مباراة سنداؤنز والهلال والله يحصل فيها تين نبدأ بسنداؤنز والهلال يلا بينكم وبعاكيا نخش على أهل والقطن بس المواجهة دي بقت مواجهة تالتة مهمة الإسبوع ده بعد مواجهتين الجمعة مواجهة مهمة جدا السبت بين سنداؤنز والهلال سنداؤنز الاسم الكبير ده في القارة الأفريقية يسيب المواجهة للهلال زي ما الناس حاسة وخايفة وقلانة بص فيه نقطتين نقطة الأولانية فيه كلام بيني وبين رولانيا مكوينة المدير الفني لفريس سنداؤنز فيش أي حدي في الدنيا كانت معي بعد الخامسة أو قبل بعدك كانوا قفلين تماما كانوا قفلين تماما بسؤال عن المباراة وبطبيعة الحالي يعني سنداؤنز اقترب جدا من السعود وبعد فوزه كمان الكبير على النادي الان اقترب من السعود على قمة المجموعة لأنه ده كان سؤالي دي هل انتوا بعد ما اقتربتم من ضمان قمة المجموعة والأمور بقت بالنسبة لكم في المتناول جدا عندكم مباراة القطن على أرضكم في الجولة الأخيرة هل مباراة الهلال السودانية العواب أريحية لأنه مشتحيل تسأل مدير فني بحجم فريد سانداونز طوله انتوا تسيبه المباراة طبعا الراجل قال لي قال لي في منتها البساطة انه انا عندي ريكورد اتكلمت مع لعبتي وفاجئني قال لي انا عنفت اللعيبة بعد مباراة الخمسة اثنين وانا كنت شايف ان المباراة ما كناش نستقبل الهدفين وشايف ان احنا كنا ممكن نسجل اهدف اكتر فدي وجهة نظر طبعرش نقم هوقت نظر صحيحة بس يعني بقى خلاص بقى ما يسوقش فيها ممكن وجهة نظره انه يسجل بس انه يستقبل هدفين لا سانداونز من الفرع ممكن تستقبل كتير موكي لا يسجل كمان هو عشان كده هو بيتكلم انه هو عنه في لعبته وانه شايف انه في بعض اللعيبة ما قدتش الحاجات اللي هو طالبة لكن قال لي انا عندي ثقة في لعبتي وقال انا اتكلمت مع اللعيبة ان احنا عندنا ريكورد لا هزيمة سواء في الدوري او في دوري الابطال ومش عايزين نكسر الريكورد ده سواء قدام الهلال او حتى في المباراة الاخيرة او قدام القطن قال لهم انه انا عايز البطولة انا نفرش معاين ان انا كسبت كتير او كسبت قليل اه طبعا النادي الاهلي فرقة كبيرة لكن في النهاية قال لي انه لا انا رايح اكسب الهلال السوداني في السودان واكسب القطن على ارضي وانا بدور على البطولة انتهى الجزء الاول الجزء التاني تيجي تبص النهاردة الراجل بيتعامل ازاي مع المباراة فنيا قبل مباراة النادي الاهلي وما بيلعبه في الدوري الجنوب افريقي رايح تسع عناصر تسع عناصر وكان الفارق الزمني خمس تيام ما بين المباراة اللي في الدوري وما بين مباراة النادي الاهلي النهاردة بنتكلم على فارق زمني تلات تيام ومساحة صفر طويلة جدا من جنوب افريقيا للسودان تقريباً قريبة جداً من مسافة الصفار لمصر والراجل بيلعب النهاردة فول تيم ما برايحش أي حد خالص كسبه خمسة واحد في دوري جنوب أفريقيا بالمناسبة هو فارق 17 نقطة يعني هو كده كده لا محتاج المباراة ولا كده كده هو في حد بنفسه ولا قريب منه في دوري جنوب أفريقيا والنهاردة قبل المباراة في 3 أيام قبل ما يلعب الهلال السوداني بيلعب فول تيم بال11 لعيب اللي لعبه مباراة النادي الأهلي اللعبه واحد بس من غير في التشكيل فأنا ما بين كلامه الطبيعي جداً أنه يقوله ولو أنه مش هيقوله غير كده وما بين النهاردة أنه هو بيلعب ال11 لعيب قبل 3 أيام من رحلة صفر ولعب أمام الهلال السوداني تبدو الأمور غريبة جداً وغير مطمئنة على الصعيد العملية شايل بصده هو الشايل اللي أهم اللحظة مش محتاجة جميع اللحظة ممكن ما يصعدش بس يروح أكسر عن من دول عشرين ستة وعشرين يقولك المدموعة الثانية لقم وخمسة وعشرين رحلة ستة وعشرين جديد بقى اللي كل الليعبوا في المجموعة دي هيروحوا كسعب ما يقضروش يلعبوا كسعبوا بالنهارة ما يقضروش يلعبوا كسعبوا بالنهارة إسلام رايك إيه بقى أصلاً رايك ساندوز ممكن يتهاون أو يتساءل قدام الهلال بص حط مكانك يعني حط نفسك مكان أي فريق كبير أنا لما يجي يبقى عندي فرصة أنه أطيح بالأهلي من دور المجموعات خبالك الأهلي السنين اللي فاتت وقا بيكسب وطولها بيطلع تاني مجموعة يعني أهلي طول الوقت مش اللي بيخش المجموعة ويتحول بعد كده بالزبط فأنا لو عندي فرصة لو أنا راجل منافس خبالك إنه ساندوز الدوافع عنده هتزيد اللي كن لو هيروحوا كسعبوا لقى دي لحد دلوقتي هو النادي الأهلي والنادي الوعداد المغاربي رغم كل نتاج ورغم كل اسكرات ورغم كل الفوز اللي بحققه ساندوز لكن في آخر هو مخدش البطولة غير مرة أحدة فأنا لو عندي فرصة إن أنا أقصي النادي الأهلي أنا بلا شك أعملها بالزات إن أنا مش شايف إن فريق ساندوز آسف اللفظ بيخاف حد يعني هو ممكن هيصعد تاني طب هيلعب الترجع والوعداد أنا شايف ساندوز شايف إنه يكسب أي حد جواه بره هو الراجل عنده ثقة في إمكاناته كبيرة لكن من الفريق اللي ممكن يفضل يخوفه حتى لو هو بتاهل طبعا النادي الأهلي النادي الأهلي متمرس أفريقيا النادي قالي مبارات النوك قاوت بيبقى مركز جداً بيقدر يكسبها آه عندي كبير بليه بقى والكلام ده مش هيبقى مهول من وجهة نظر إحنا أصحنا شفناها في الكرة كذا مرة يعني ساندوز عملها مع مازمبي آآ في النسخة ترجع عملها قبل كده طبعا مع الزمالك في النسخة فمدام حدست قبل كده يبقى هي ممكن ممكن ما تحصل تاني وتحصل تاني وتحصل رابع مفهوم طيب خليفة رأيك إيه؟ في نفسك في نفسك في نفسك في نفسك أعتقد لا ساندوز فرق غرب الأفريقيا وفرق جنوب القارة ما عندهمش الحسابات المعقدة دي أوي ممكن لو الهلال كان محتاجت عادل ده أنا ممكن أقول لك آه كان حيخضه مضمون يعني فكرة أن أنت ممكن تبقى هادي شوية ما تكسبش بس أن أنت هادي تخسر لا وفي النقطة كمان حسابياً قمة المجموعة هو الهلال خسر من ساندوز 1-0 فقط فأي فوز يحققه الهلال على ساندوز هيبقى 12 وساندوز 10 هنفترض أن ماتش القطن الكاميروني دي نقط في البوكت لساندوز 13 الهلال بعد إقصاء الأهلي لو حصلت نتيجة فوز الهلال على ساندوز هيبقى عنده فرصة أن يجي ياخد بنت من الأهلي أو ياخد 3 بنت إيه ده وفع الأهلي نلعب الماتش الأخير صح ففي الحالة زي دي ممكن أصدر على ساندوز هتفهم معك فهي نقطة بس كمان لما فيش مدرب هو بيشتهر هيبقى ضامن كمان الفوز في مباراة القطنة حتى لو كل الناس بيقولوا أنه هيكسبها 100% بس هو برضو مش هيتعامل معها أنه هو ضامنها 100% وكده حتى لو ضمنها أنا بفترض خالص الهلال في الحالة دي هيبقى عنده فرصة أنه هو ياخد بنت أو 3 بنت من النادي الآلي اللي هيكون خرج من البطولة ما عندهش أي دوافع ممكن يلعب المباراة حتى انتقاما من ساندوز أن يطلعوا تاني المجموعة ما هو الفكرة أنه ساندوز سابتم ما الآلي ممكن يلعب بقى صف تاني في آخر مباراة ويخلي الهلال السوداني يتصدر المجموعة ويود ساندوز إسلام بيقول أنه ساندوز ما بيخافش حد أو حاجة زي كده ما هو من نقطة عدم خوف ساندوز من منافسينه وهي اللي ممكن تخليه كمان يلعب فير بلاي قدام الهلال لأنه ما عندهش برضو الخوف الكبير من الأهلي فممكن ساندوز أنا اعتقادي الشخصي من ساندوز حيلعب المباراة ولكن الهلال على أرضه مش طرف ضعيف وخصوصاً الهلال خاصة من ساندوز وحد صفر فقط في مباراة جنوب أفريقيا فالهلال ممكن يكسب بنقطتين الدوافع اللي عنده أقوى من ساندوز واهتمامه بالتفاصيل الصغيرة والنقطة التانية برضو اللي لازم بنأكد عليها التحكيم في دور المجموعات أفريقيا دلوقتي بتعد جيل تاني من الحكام كل الحكام الكبار مش موجودين شفنا أخطاء في التحكيم كتير جداً في دور المجموعات ما فيش فار وكتير جداً التحكيم ممكن يكون مائل لصاحب الأرض احنا مش عارفين مين الحكم اللي ممكن يبقى حكم الكاف دلوقتي بيدفع بحكام صف تاني ممكن فكرة ان انت حكم مع أرضك مع دوافعك أكبر ممكن ده يدي الهلال المتش إنما ساندوز ينزل بقولك لو تعادل ممكن يسيب يدي البند إنما الهزيمة بتبقى السهل عليك قبل ما سيب ساندوز وروح ليه الأهل والقط سلام ليه الأهل يخسر خمسة من ساندوز تتكلم على الأهل أكبر فريق في القارة الأفريقية أكبر فريق حصد بطولات في القارة الأفريقية أكبر فريق وصل المباراة النهاية في آخر خمس سنوات نادي الأهل أكيد اسمه أكبر من ساندوز حتى على مجموعة اللاعبين والأرقام اللي بتدفعها فالأهل بيدفعها كل حاجة مفوط تخالي الأهل أقوى ليه أخسر خمسة ليه ما يبقاش مثلاً هدف أو اتنين مفهوم النقيين فهتخسر يعني مش هقول إنه ليه يكسب كل مبارياته ليه يبقى خمس أهل بص يا كريم أنا هقول تأسيمة للمدرب المدرب ثلاث عناصر بشتغل عيون درب اللعي بقى كويس بشكل كويس معدده بشكل كويس الجيم ان انت بتحط البلام بتاعة الجيم هتلعب بإيه هتلعب بمين والكوتشنج أثناء المباراة الأهل عنده تباين غريب في المدربين الأجانب في الفترة اللي فاتت في النقط دي يعني موسيماني كان مدرب في الترينينج لو سألت أي لعيب في النادي الأهل هيقولك أسوأ مدرب كان متضربنا موسيماني بس موسيماني مثلاً في نقطة الجيم والكوتشنج كان عالي جداً 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 فيلر شبه إنه كان عنده تلاتة مكتمرين مثلاً كولر أنا عندي تحفظ عليه في موضوع الكوتشنج بيعمل ترينينج كويس بيحط جيم كويس بيحط بلينج كويس لكن هو ما بيقدرش إنه هو يدير المباراة في مباراة قدرها كويس بس المباراة اللي مشي بالسيناريو اللي هو عايزه يعني مباراة الزمالك مباراة الزمالك في السوبر أو في الدوري مشي بالسيناريو اللي هو عايزه هو بيلعب تحت الكورة بيجي له مركز على حاجات معينة مركز وراء الباكات مثلاً نفس القصة في موتش بيرامينز لكن المباراة الكبيرة بتفلت منه بالذات لو حاس أنه هو سكور خلينا رجع تلات مباراة كده ريال مدريد مش ممكن أكون اتنين واحد ومندفع بالشكل الرهيب ده أنا برضو مهما كان بلعب فرقة كبيرة ريال مدريد ردت على النقطة مباراة فلمانجو كل اللي لعبت النادي الأهلي أخطأت يعني محمد الشريف ومحمد الشناو كله ممكن نقول إنه كل أخطأ لكن في الآخر وهي اتنين واحد وإنت مطلوب منك واحد في المعنى لعب خالي لعب فتاح إيه المنع أن أنت تنزل لعيب سرد باك أو تنزل ملافقة وتقفل أنت في الآخر مش خسران وعايز تكسب إنت قريدي إذا كنت أقول لك كده في مباراة ريال مدريد أوه صحيح أنت تلعب ريال مدريد بس خسران فأنا هاجم لا منعش أقول لك إنه ده تفكير كولور بس يعني يعني دي حالة هو فايز فيها وقالي حالة خسران فيها أنا وأنا بلعب سانداونز المشكلة هنا إن قاف ريال مدريد انت شايف فيه فرق فلمانجو شايف فيه فرق شوية رغم أن الأهلي ما عندها البرازيلية سيني فاتف كان بيقدي بشكل كويس جدا لكن سانداونز ده خسم لي معروف إن أنا فيه مباراة تاريخية بيني وبينه لما النتيجة تبقى 2-1 أو النتيجة تبقى 3-1 و3-2 وأنا شايف اللعيبة بتاعتي مش شايفة إزاي يفتح الملعب بالمنظر ده ملعب سانداونز ملعب كبير جدا شاوها ملعب درج العرب محتاج ليقى بدنية عالية جدا محتاج إن أنت يكون عندك لعيبة فت ومركزة وكده كان واضح إنه مش موجود في العيبة النادي الأهلي أنا عندك تحفظ على كورر إزاي بيدي للمباريات إزاي بتقبل هي في سكور خبالك لعيبة الأهلي عندها مشكلة دلوقتي إن هي إحنا بيتكلم في 4 و4 و5 بنتكلم في كمان ناتايكس وغيرها ببقى كسبان الدخلية ومطروب منه واحد دخلية بتعادل فيه يوتشار مطروب منه واحد وبيتعادل معي فيه أزمة في القصة دي أنا هقول لك مثل كان فيه مدرب معنات زمالك اسمه أكتوفيستر في أول الفيات أكتوفيستر كان مدرب كويس جدا 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 وكان محقق نتائج كبيرة جدا في أفريقيا دي برضو نقطة أنا شايف إنه كورر ما عندهش خبرات أفريقيا خالص واضح الرجل مش شايف وبلعب فين ومع مين خالص أكتوفيستر في أول موسم ليه قدر إنه هو يفوز بكاسب كوسة أفريقية قدر إنه هو يفوز بالدوري العام لكن تاني موسم كان بلعب زي كل وركادة أنا مش موهم ما هيخش فيها كاما أنا موهم ما هيجيب كاما فيدي اللي يكسب مثلا الترسانة خمسة خش في اتنين سهاج تلاتة يتعدل تلاتة تلاتة لحد ما دخل في البيج جيم مع الأهلي خسر ستة مع الزمالك مع الإسماعيلي خسر أربعة تلت يبقى فيه مشكلة كبيرة في الآخر الناس مش فاكرة لأتوفيستر أي بطوات لكن فاكرة له إنه هو للأسف أنا شايف إنه كل لو ما رجعش حساباته في مباريات الكبيرة وهي ماشي ضد رغبته وحيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا في الآخر مع كولر أحاسك من دايل لا إسلام من دفلي أول مرة فايتكلم بره لا لا مواطر دي لا لا مواطر دي أنا عافي أنت مش مبسوط إن إسلام موجود لا يعني إنه وجود إسلام في حد ذاته أطفى بها يجعل حالك صح إحنا ناس جد وكشريين ضمنت ايد شوية خلاص يا أم هتنشي باكتر هو عايز يقولك كدكاترة يعني هتنشي باكتر إحنا كدكاترة محمد طيب كولر ولعب النادي الأهلي مواجهة مهمة قدام الأطني صحيح إحنا تكلمنا في البداية عن مباراة سانداونز والهلال بس كل حاجة تبوز وتنتهي لو الأهلي محقاش الفوز على في الأطني الكاميروني يتعامل إزاي الأهلي مع مباراة الأطني الكاميروني إزاي يكسب مباراة الأطني الكاميروني وأطوة مبيينstock مباراة أو مباراة سانداونز والهلال السوداني في السودان مباراة الأطن بالنسبة للادي الأهلي إنalso Learning قتل المباراة مبكرا مباراة الأطن أمام الهلال السوداني فضل الأطن فيوط فيuming لأنه تقدم في النتيجة على الهلال السوداني طيب المفتاحband مالذي صحيح النتيجة بدري بدي بإحناما الآن سنستقبل session مالعبها في دقيقة 10 و掉 11 هدفين وابطن العيش على متى المفتاح هدف في الدقيقة واحد بهدف محمد شريف. لما نريد ان استعرض الوقفة بتاعتهم وحالة التركيز في الدقيقة واحد في الدقيقة واحد. هم بيستقبلوا هدف امام النادي الاهلي في القاهرة يقولك انه حتى حالة التركيز في بداية المباراة في اقل مستوياتها بالنسبة. بالنسبة للوقت. ده الهدف ده النادي الاهلي بيسجله. لعيب واحد وقف في وسط 4 كريم. لعيب واحد وقف في وسط 4. بيرجع الخطوطين وبييرجع وبيستلم وبيسند وبيرقص الرجل من غير ما يروح له وبيحط الكرة على شمال الحارس بكل أريحية طهر محمد طهر بيعدي وبيختارك من ناحية الشمال بكل أريحية فما فيش أي مشكلة عند النادي الأهلي ولو النادي الأهلي عايز يساهل الأمور على نفسه وما يروحش لنقاط القوة اللي هنتكلم عليها في فرقة القطن الكاميروني اللي هي مش كتير بالمناسبة ما يروحش للنقط دي يبقى لازم يروح ناحية انه يخلص المباراة مبكرا زي ما سانداونز عمل في مباراة هناك لأنه فرقة الهلال السوداني زي ما اتعانت في فوزها 2-1 وكانت متأخرة والقطن كان أفضل في الشوت الأول أمام الهلال السوداني لأن الهلال ما راحش أنه يخلص مبكرا استنى وتأنى كتير جدا عشان يخلص من أخطاء الدفاعية اللي عند القطن الأهلي خلص هنا بنفس السيناريو اللي سانداونز خلص بيه قدام القطن فيه جروة على نفس الملعب هدفين في أول 11 دقيقة في دقيقتين وارا بعد خلصوا قتل المباراة تمام نقاط القوة في القطن تبتولي فيه نقاط قوة في القطن أنا مشوفتش خليني أقولك هم بيرتكزوا على نقطتين مهمين جدا لعيب رقم 7 عندهم ده أخطر لعيب عندهم بسجل أربع هدف البطولة لحد دلوقتي ولا لعيب لوحيد اللي عندهم بظاهر بشكل جيد جدا فيه خط الهجوم بتاع القطن الكاميروني وبيعتمدوا على الهجمات المرتدة وطول الوقت هم راجعين بيلعبوا على ملعبهم هم راجعين بيلعبوا خارج ملعبهم هم راجعين ما بيجسفوش أبدا أن هم يطلعوا مبكرة أن هم يضغطوا الفرق لو كانت فرقة كبيرة أو فرقة صغيرة سواء بيلعبوا الهلال في المباراتين أو بيلعبوا سانداونز أو حتى فيه مباراتهم أعمل أهل في القايرة وطبيعي إنهم بيلعبوا خارج الأرض لكن حتى على أرضهم هم بيمروا بنفس الشكلات الهدف اللي منهجمة مرتدة بتاع القط اللي تكرر في دور المجموعات خمس مرات نجحوا خمس مرات بيروحوا إنهم بيعملوا هجمات خطرة في الأربع مبارات اللي لعبوهم سجلوا منهم الهدفين اللي سجلوهم سواء 3-1 في مبارات 3-1 أو 2-1 أمام سانداونز في جروة أو مبارات 2-1 في قايرة فهم على أرضهم بيقدروا يسجلوا على أرضهم بيقدروا يسجلوا بيسجلوا دايما من هجمات مرتدة لما تيجي تبصهم هجمتهم المرتدة الهجمة دي من نهايةها يا رتك بالي من أولها تاني قدام الهلال دايما هم الميزة وراس مالهم دايما يا كريم الهجمة المرتدة اللي بتتعامل لما هم ما بيقدرواش يبتروا بشكل جيد أو يعملوا بيعملوا عندهم اللعيب رجل سترايكر مميز جدا في الإيريال زكراته لو قاية عندهم الاتنين الأجنحة دايما قريبين منه شكل مشلس اللي انت اللي انت شوفته ده الراجل بيحاول دايما ياخد واحدة الإيريال وبعدين بيبتروا اللعيبة التانية تبتروا تخش إنسايد ما بيفتحوش الملعب لأنهم ما بيشتغلوش على الكروسز إلا من كرات سابتة ما عندهمش التنظيم ده يعني بكمل هاتفريم اللي بعده على طول هتلاقي يا كريم الراجل ده راح ويتستاند لما اطلع له الراجل الجناح وهجب لك التانية اللي اتعملت قدام سانداونز من قطع الكرة في وسط الملعب بنفس الشكل فهم مميزين جداً في الكاؤنترز وخلي بالك ده نقطة ضعف النادي الأهلي في الفترات اللي فاتت كلها الأهلي عنده مشكلة في الريبوزيشن في العودة لأماكن التمركز أخي ديسة هقول لك لما تخلص كلامك لو دي نقطة قوتهم فدي أهم نقطة ضعف الفلاح إن العودة لأماكن التمركز عند الأهلي فيها مشكلة كبيرة جداً في الدوري في كاسة عاملاندية في بطولة أفريقيا قدام سانداونز في كل المباريات الآن اللي عنده مشكلة لعيب توسط الملعب الثلاثي توسط الملعب أو بصة كريمة هنا الرجل أهو استنى طلع له الجناحين فتحوا معي حطها للراجل رقم سبعة ناحية اليمين هو ده الوحيد عندهم اللي بيعرف يعمل فانيشين جايد على المروه هو اللي مسجلهم كل أهدافهم سواء في الأدوار التمهيدية أو في الدور الأخير في حاجة تانية تسانداونز قبل ما نروح للشباب بالزداد والزداد والزمالة لا من الصندق اللي عفوا اللي جاي بقى العيوب العيوب اه لا بقولها عشان هروح للزمالة والزداد ده قطنة كمان مش مطايب اه موضوع سأل انا مش متخيل بس ان احنا شاولين هم ده قطنة يا جماعة في الحالة دي بترازمشين عم معي الحاجة في رقية اللي هلأ الروح يكسب اربعة خمسة وبتاع لا ما لسه أقول لك لزكورة عشان يفتح لك اوبشن تاني لانه ناس كلها بتتكلم اكريم قبل بقى منروح للعيوب بتاعت القطن اه ليه الاهلي لازم يروح يكسب ويجيب اهداف ولانه قبل بداية الجولة الخمسة الاهلي عنده ماينس ون يعني فارق اهداف ضده بهدف فرقة الهلال السوداني بفرضية الفرضية الوحيدة اللي اتقهل النادي الاهلي ان الهلال السوداني ما يكسبش اما انه يتعادل او يخسر ثم الهلال السوداني هيلاعب الاهلي في القاهرة فخلي مبراطة القاهرة على جنب فالهلال السوداني عنده بوزتيف ثلاثة او عنده ثلاثة بالموجب والاهلي عنده ماينس واحد فانت لازم قبل ما تيجي تلعب هنا توصل على الاقل لرقم اتنين يعني لازم تكسب تكسب بلاس ثلاثة يعني اهلي يكسب ثلاثة صفر او اكتر قدام القط ليه بس انا اتصارش اتخيل لما ادروح للزمالك انت عايز واحد سفر احنا عايزين مدير فاني لنا حتى عشان يا جماعة انت عارب اللي هو واحد يقول لك ايه والله مشكلتي والله بس مش قادر العربية الجولف كار دي واحد يا جماعة همين الناس وقفة في الشمس هدمود مش سنيه الهدويس تمام عشان لما لقاء لو قدرت تكسب تلاتة فيما اكتر فانت هنا مش مطالب انك تكسب اكتر من واحد سفر الواحد سفر اتأهلك حلو الواحد سفر اعمل الهدو سوداني اتأهلك انا مش عايز ارجع للقطن تاني عشان روح للزمالك وشابه لزداد وشال السؤال في صدري لإسلام عزت قبل ما ييجي فعايز اولهول ماشي ايه تاني عن القطن القطن الكاميروني فرقة عندها مشكلة كبيرة جدا في عمق الملعب عندهم مشكلة كبيرة جدا ما بين السنتر باك والباكين يعني سواء السنتر باك نحت شمال والباكليفت او السنتر باك نحت تنمين والباكرايت نعرض الحالات بتاعت الاهداف اللي دخلت فيهم في الوطن كلها من العمق الاهلي في القاهرة سجل من العمق سواء من الاختراق بتاع احمد قندوسي ورقصية سواء الكرة بتاعت محمد شريف هي من عمق الملعب كرة تلتة على الجناب وبعدين جمعت تاني جوه الملعب سواء الهدف الثاني بتاع النادي الاهلي في القاهرة الثلاث اهداف من سندونز في العمق كل الاهداف بيستقبلوهم من العمق عندهم مشكلة كبيرة جدا في الديفندرين الاتنين مركز ستة ومركز تمانية عندهم مشكلة كبيرة ما بيسايبين الملعب مفتوح تماما الاتنين دايما بييندفوا عجميا او بينزلوا في قلب الاربعة في الاربعة في باس واحد بيعدي منهم الباس وبيتم اختراقهم وده في كل المباراة قدام الهلال قدام الاهلي في القاهرة عندهم مشاكل كتير جدا جدا في العمق فالاهلي سلاحه بمنتهى البساطة ده ما عندهمش عاجل اصلا شايفه شايفه مندمك معاك قوي انت بتتكلم ومتازم عايزي وقول لك قابلي ما فيش حاجة ما عندهمش حاجة عندهم ايه قال لك هم كان مشكلة كده واخذي ده ما عندهمش عاجل اصلا بس لو شنك كده والقلب وكده بس ان شاء الله اعيش ممكن اعيش فلا فهم فرقة سهلة الاختراق جدا من العمق اعتقد ان كولر لنرجع تاني بقى للاهلي بعد ما نتكلم عليها بلوزداد والزمالك كولر مركز جدا مع اللعبة على الاختراق من العمق ومركز جدا مع اللعبة انه النفس اللي حصل في مبارات الزهاب يحصل في مبارات العوضة الزمالك وشباب بلوزداد انا عندي مشكلة مع الزمالك انه الزمالك يسجل غالبا بيكسب يدخل فيه هدف غالب لا مش غالبا اكيد بيخسر بيعتبر الماتش انتهى خلص تعالى يعني الكلام ده كريم احنا كنا بنقول انا وانت دايما واحنا قاعدين كده ايه من غير ارقام صح اللي هو ايه بيقول لك والله يعني ايه الزمالك لو سجل ممكن يبقى شكل فريق يبقى كوي صح لما مشكلته لو استقبل او كذا مظبوط فانا دورت في الموضوع ده رقميا عشان نشوف الموضوع ده عامل ازاي صح تعالى نبص على رقميا الزمالك كان عامل ازاي السنة اللي فاتت لما بتلقى هدف المنافس سجله سواء هدف تقدم او سواء هدف تعادل في المبارات اللي الزمالك تعالى نشوفوا الارقام عامل ازاي عامل ايه بص على الارقام انت علاقتكي باسلام ده خوية بجد الله اوه امس انت هم اتكلمت بده يبص في الساعة مش عارف ليه لا اسلام امس انتش كده مع جماد اوه امس انت كلمت هو دخل على المشاكل على الزمالك انا مش عايزين الحاجات دي احنا هدفع مش هيك للتاني تعالى نبص للموضوع رقميا الموسم اللي فات اللي هو موسم 21 22 الزمالك في المبارات اللي تلقى فيها هدف حتى من منافسين اقوية كان عامل ازاي تعالى نبص لها كده تعالى نعود الارقام سريع لها طيب هي هنا مباريات ايه الاهلي والبنك الاهلي واسموحة وفوتشر عدد من مبارات معروضة على الشاشة يعني من ضمنهم الاهلي ومن ضمنهم بيراميدز فيه عندنا خانتين النتيجة انهيال الموتش وخانة تانية الاهداف المسجلة والنقاط المنقذة الزمالك انقص كم نقطة من المبارات انت الفريق تقدم عليك قدرت بقى ترجع كم نقطة يعني مثلا عشان الناس تبقى معنا في موتش بيراميدز اما الزمالك اتقدم واحد صفر بعدين بيراميدز سجل هدفين الزمالك راجح كسب هدفين فانا هنا حاسب النقطتين بنقطتين هو سجل جنين ما بعد تقدم بيراميدز عشان الرقم يبقى مفهوم شوي وهنا فيوتش رامس سجل هدفين الزمالك سجل ثلاثة وانقذ الثلاث دقات بتاعت المباراة هنبص بقى على اجبالا كده الموضوع كان عامل ازاي في 14 لقاء المنافسين سجلوا هدف الزمالك سواء هدف تقدم او سواء هدف تعادل الزمالك سجل 19 هدف في المباراة دي وانقذ 19 نقطة من ال 14 مباراة دي تعال بص بقى السنادي الفرق بقى هنبص على السنادي السنادي اللي هي الموسم ده ده في عشر مباراة الزمالك تلقى اهداف تقدم للمنافسين او اهداف تعادل سجل كم هدف تمانية فقط وانقذ كم نقطة ست نقاط فقط منهم خلي بالك ثلاث اهداف من الثمالك ضد الاسماعيل وقت ما كان يضربوا ميده يعني ثلاث اهداف 50% من نقاط المنقذة دي في مباراة واحدة اللي هي الاسماعيل تعال نبص بقى يا مقارنة الموسمين عشان تعرف الارقام عاملة ازاي تحس ان الزمالك خسر 50% من قدرته على الرجوع بعد ما الفريق التاني تقدم نبص مقارنة الموسمين ما بين بقى الدلالات الرقامية للموسمين هنبص على الجدول اللي بعديه علشان يبقى عندنا الموسمين اللي هم مقارنة بين 21-22 وبين 22-23 فيه كذا هتلاقي ان عدد المباريات هنا 14 وهنا 10 الاهداف اللي سجلها الزمالك 19 وهنا 8 19 دي يعني كام 1.3 يعني هدف ونص تقريبا انقفضت النسبة دي لبوينت 8 يعني اقل من هدف المباراة النقاط المنقذة كانت من نسبة 45% من النقاط بيرجع الزمالك يقدر يعوضها تاني حاليا بدأت تبقى 20% اقل من النص الزمالك بيفقد قدرته للنص بالزبط مباريات لم يسجل فيها الفريق هدف بعد طلق اهداف يعني وانس الفريق التاني الزمالك مقدرش يسجل اي هدف كانت كان في الموسم اللي فات من 14 مباراة 3 مباريات فقط يعني 21% من المباريات 3 مباريات فقط انما الموسم ده 40% من المباريات 4 مباريات الموانس الفريق التاني تقدم الزمالك ماسجلش مباريات عجز الفريق عن انقاذ اي نقاط الزمالك كان السنة اللي فاتت دي خمس مباريات من اللي بعثش مباراة يعني 35% من المباريات حالياً 70% سبع مباريات من العشر مباريات اللي الخاص متقدم فيهم على الزمالك الزمالك لم يستطع العودة وإنقاذ أي نقاط في المباريات فده دلالة أن الزمالك حالياً ما عندهش أي رد فعله لو هنبص للبوسم اللي فاتكت عاملة أزاي؟ حتى والأهل متقدم على الزمالك 3 صفر في الشرط الأول مبارات الدور الأول يعني ممكن معنا لقطات الزمالك سجل سجل جون لمصطفى فتحي وسجل حتى مش من اللعبة يعني أنا بستسن الكرات السابطة وضربات الجزاء سجل جون مصطفى فتحي سجل جون أشرب بن شارق مباراة الدور الثاني الآلي تقدم واحد صفر الزمالك سجل هدفين من بن شارق وشكبالة بيرامز اللي هو منافس قوي جدا بيرامز يتقدم على الزمالك اثنين واحد الزمالك سجل هدفين وفات ثلاثة اثنين في يوتشر بطل كسر رابطه سجل هدفين الزمالك سجل ثلاثة البنك الآلي تقدم في الدورين مرة الزمالك تعادل وبقيت واحد واحد ومرة رجعت ثلاث نقط في المباراة رغم أن التخدم كان في الشروط الثاني انت بتتكلم عن فريق كان عنده القدرة على الرجوع في المباراات مع الخصم المتقدم عليه حاليا القدرة دي انعدمت تماما جمهور الزمالك حاليا وانسى ان الفريق الثاني سجل في الزمالك ما فيش اي رد تفعل لا فيش اي رد تفعل مش اللي هو مش بيسجلش ده بقى بيقدرش يصدق حجمات يعني الفكرة لا دي حاجة حقيقة ده دي بتديك لانت في بلوزداد كريم جايبك تدي امل لجمهوري الزمالك ده معناه ان انت لازم في مباراة بلوزداد او اي لقاء الزمالك لازم يكون مأمن نفسه جيدا انه هو ما استقبلش اهداف لان الهدف اللي بتقبله الزمالك بيعتبر نهاية مباراة انت هاي ستقول في الاخر انه بتبقى حريص جدا دفعاية ما تاخدش مخاطرة هجومية في بداية المباراة امام شباب بلوزداد عشان مهم انه ما ياخدش فيك هدف قبل ما انت كمان تسجل الزمالك ما بيقدرش يا كريم يصدع هجمات يعني ما يجب كلمك على يعني معنا مثلا صورة لمحاولات الزمالك في لقاء الاهلي اللي هو ان كانت الاهلي بتقدم على الزمالك حشوفنا السنة اللي فاتت قلت لك سجل وعمل محاولات السنة اللي لو نبص للمحاولات هتلاقيها الصورة اللي بتعرض محاولات الزمالك قدام الاهلي قليلة جدا جد مفيش حاجات نادرة يعني هي شطة واحدة على المرمى كله في طول المباراة كتنتيجة صفر صفر من دونج الشطة النقطة الخضرة دي هي المحاولة دي كانت من دونجة في الشطة الاول كتنتيجة صفر صفر الكورتين اللي هم الحمر دول اللي هوا برا المرمى منهم كبيرة شوية كبيرة يعني الفرصة كانت قوية شوية دي كورات سبت واحدة لحسام عبد المجيد اتنين لحسام عبد المجيد الباية ده كله بلجن واقوت يعني حاجات فعلا الزمالك سواء الخصم قوي زي الاهلي او برامدس ما بيقدرش يعمل هجمات سواء حتى في مباراة امبي وانس ان امبي تقدم محاولات الزمالك كانت شحيحة وليلة جدا يمكن ما فيش غير فرصة واحدة لبرهيمان ضاي اللي شبه محاولة جدة فدي مشكلة للزمالك عليه الحذر جدا امامه امام بولوزداد استاذ اسلام بعد ايخليك خليفة قاله ده ايه ما انا كنت اعيسالك سواء تتكلم على فرص برامدس وفيتش شواء الله برامدس وفيتش والله اقوم من فرص الالي والزمالك بكثير يعني رغم انهم معهم من جيش المالكي في مجمويتهم في الكون مشكلة برامدس وفيتش فيهم حتى هتارك تاني اتصور اتصور انها ممكن الاتنين يسعدوا فيها فيها باتشيك ومعا كل الامان ممكنة انا بس عايز ااخد رأيك في اللي قاله خليفة ده كله وهقول لك السؤال ببساطة وانت هتجاوبني انا عارف ببساطة ورد ليه زمالك الموسم الماضي بنفس او باغلبية العناصر بالمدرب حتى مجلس الادارة حتى بالادارة الكروية كل حاجة كانت رائعة الموسم الماضي كلنا كنا بنطلع هنا نقول الزمالك اقرب للمسالية الروح عظيمة هدوء اداء فني محترم في ليلة العبقاري اللاعبين المميزين المستقبل المشرك لشباب الزمالك ازاي في فترة زمنية قليلة جدا تحول الامر تماما بص انا هقولك على حاجة كريم دايما انا مقتنع بها ان الكرة سكريبتد يعني نفس اللي بيحصل هو بيبقى حصل في مكان تاني او حصل معاك انت شخصيا او حصل في نادي جنبك بس انت الفرق ان انت بدل ما بتجيب صفحة رقم 76 بيجيب 77 فانت لازم تشوف يعني لو انا بشوف دلوقتي ان الجمهوري زماني بمصرر ان فريرة استمرره دا كان غلط تمام وافتكر ان الجمهور في اوقات كتير كان بيطالب بعد ما هو ميشي لفترة القسيرة دا يرجع بافتكر النهاردة جمهوري الاهلي كله طبعا اداء الكريدت لمسيماني ان هو اللي فاز بالبطولة 2021 وانهم مسيماني ناس كتير قاية ان المسيماني لو كان استمر واحنا كان زماننا خدنا التلاتة على التوالي والرابعة جاء في الطريق وبحس ان هي نفس الموقف يعني مسيماني لو ما كانتش يمشي كان ممكن يبقى نفس موقف فريرة دلوقتي ليه لان في حاجات ساعات الادارة بتبقى شايفها احنا بمشوفوش كجمهور او كعلمين جوه قط اللبس ومشاكل كتير مشكلة الزمالك الموسم دا بالنسبالي اكتر ما هي صفقات هي مشكلة فريرة اسكوات الزمالك في مشكلة طبعا في مشكلة في عجز في ناس كتير جات ما كانتش مهالة بس في الاخر اسكوات بتاعك دا اكيد مش اقلم من الدخلية عشان ما تعرفش تكسب الدخلية اكيد مش اقلم من قصوان عشان ما تعرفش تكسب قصوان اكيد مش اقلم من غز المحلة عشان ما تعرفش تكسب غز المحلة يعني يعني اوكي انا اقول لك ان الاسكوات وحش لما انا بنافس مثلا على الدوري ويجي وقت فميبقاش في بديل وانا خلاص بفنش 4-5-10 وقت فما فيش مهاجب بعدين اسكوات دين لوحش دا انت السانة اللي فات بقدش عندك لعيبة لا لا هو اكيد فيه فرق حقول لك الفرق في السكوات في حاجة واحدة بس ما بين السنة اللي فاتت السنة دي السكوات زمالك عنده مشكلتين اصابة الوينش وهي عارف بداية نهاية كل شيء زمالك بقوله الوينش غير انه هو لعيب تقيل الوينش قائد في الملعب بيعرف تكلم وينش خات خبرات خبالك احيانا بس شوية فيه ناس بتنسى يعني وينش اول المسلمين ليه مع الزمالك كانوا كارسيين الزمالك خرج في مرة من دور ابتال افريقيا امام اهل ترابلس بسبب الوينش عمل ضرب الجزاء لا تختفر وخد كارتة احمر كان قدام اهل ترابلس قدام معايد اللافي في سوق خبرة بس في الآخر الزمالك استفاد ان اللعيب اللي قاعد يتارجت او يستثمر فيه سنين هو بقى الوينش محمود الوينش افضل مدافع في مصر الان والسنة فاتت وفي السنة الجاية هيفضل برضوينش ما اقول لك الفرق الثاني اشرف بن شارك الناس بتستثني انه اشرف بن شارك لا لا ما هو مش قبل ما الزمالك ياخد الدور وكان موضوع انتهي خبالك الفرق ما بين اشرف بن شارك ومش الزمالك فاس بالدوري همتكلم في حوالي اربع مباريات تقريبا الزمالك كسب سموحة كسب فيوتشر المباراة الاهم بالنسبة له كانت امام بيرامدز لما وجهت نظر الجيم خدم الزمالك امام عشور قدر ياخد ضرب الجزاء في اول دقيقة سيناريو ما تحلمش به لو لعبت ميبت ماتشو فخر لقاي ضيع كورتين مهمين جدا لبيرامدز السيناريو ماتشو خدم ناتذ زمالك وثم اشرف مشي والفرق بلوص ثلاثة لزمالك بالضبط وثم الزمالك كسب اشرف بن شارك لما تيجي تشوف عدد الماتشاط دي في حاجة اسمها قوة دفع انت في الاخر طول ما انت بتنفس على الصدارة وعندك تارجت وانا بقولك خلاص اربع خمس ماتشاط هتكسبه ومتاخد الدوري تمام لكن اشرف بن شارك فرق رهيب معدل فرص ناتذ زمالك حتى اللعيبة ناتذ زمالك دلوقتي المبيئة طاع الكورة اللعيب لمبيئة طاع الكورة هو هاديها المين زمالك كم تارجت طيب لانا عايز افهمه منك لكن فريلرا بالنسبالي حتى لو كسب الماتش ده حتى لو كسب الماتش ده كل يوم فريلرا بيعودوا في ناتذ زمالك ناتذ زمالك بيخسر اكتر بكتير من الاول انا عارف ان في مشاكل كتير عشان هي Zuحادي بس لك تشغل في ده النوع لا في مشاكل قريبي عند الادارة في مشاكل ده عند السكواد في مشاكل عند العيبة نفسها مبقيتش مركزة لكن في الاخر مستحيل يعني انا بقولك السكواد邊 في مشكلة ودي مشكلة ادارة ومشكلة لعب لكن اكيد مش اقل يعني الزمالك في مركز الكام دلوقتي اكيد السكواد المقاولين والاتحاد من السكواد الزمالك renched طيب احنا لسه مكملين هذا الحوار الحمد لله اخدتوا من سكة الكوميديا الى الجد في وجود اسلام عزت بس بعد الفاصل عوقاتكم ان فيه شوية الكوميديا من اسلام قدمة اسلام عزت موجود في المكان لازم يقلب الكوميديا احنا حاولي نتكلم بجورة شوية وبصراحة سمحني ان احنا نتكلم كله انا ما عرفش ازاي سمحت لنا بداه بعد الفاصل نواصل خليكم معاين لنعلم بحضراتكم مرة اخرى جي ما عسألك سؤال شوف الحركة دي السؤال ده بيبقى بعدها سؤال درمي دي شاك سؤال واستغل لوجود اسلام ووجود خليفة وناس موجودة وفاهمة وشايفة الدنيا كويس فيه قصة كده كنت عملا تكلم فيها مبارح قلت لما شوفك واستغل ونتكلم عنها السوشي الميديا بصراحة شديدة الاندية دلوقتي لا تخليها بتمشي وراها بتسمع كلامها لعي بيمشي لعي بييجي مدرب يمشي مدرب ييجي ولا الادارات في مصر بتشتغل من دماغها بصراحة بدرجة وبنسبة بدرجة وبنسبة ديني النسبة يعني حسب النادي بنسبة كم في المية السوشي الميديا يتحكم في إدارات الأندية في مصر لا ما نقولت لك حسب النادي يعني الأندية الجماهرية في مصر الأندية الجماهرية لا طبعا يعني النسبة تتجاوز على 50% لو بتكلم عن الأندية كلها جاباكتش لو بتكلم على أهلي وزمالك والتحاد وإسماعيلي ومصري ومحلة وأسوان لا طبعا بتتحكم بالنسبة كبيرة والضغوط بتتحكم في حاجات كتير جدا جدا العيب يقعد أو العيب يجدد أو العيب ما يجددش أو صفقة يتم التعاقد معها أو لا وده مش النهاردة ده في العشر سنين الأخيرة يعني اسلام لا ما هو فيه حل التعامل كده الفترة الأخيرة بقى زكي يعني بدل ما السوشيال ميديا تتحكم فيها فبقيت أنا بعمل السوشيال ميديا وأعمل أنا أخذ القرار وحركه أنا وأقول أنا خلاص تمام فهي بتتحكم بالنسبة كم عجبني أنت بتشوف أن أنت بتتحكم لكن في الآخر هو القرار في إيد مجالس الإدارة وبالنسبة 100% لا يعني معلش فريلا ينجي يعني أنا هقولك على حاجة عبر آه خلينا نتكلم بصراحة آه ما أنا عايز بصراحة ما أنا فتحت بقى عشان أنا أسمع بصراحة موسيماني ماشي إزاي مم وفريلا قعد إزاي آه بس يعني موسيماني ماشي حتى لو كان الطايم ده صح وأنا بقولك الموسيماني كان فعلا لازم يمشي اللي كان عنده مشاكل كتير جدا ملعيبة جوة الفرق مم كتير مم لكن في الآخر أنا خليت الناس عندها حالة رضا للمسيماني يمشي عادي وأجيب سوارش عامل إنت بتيجي تفكر فيها إن أنا ماشي مدرب واخد بطولات واخد اتنين أفريقيا واتنين ثلاثة كاس علام القندية وكاس مصر وماشي كويس كان متصدر الدولي موسيماني يقول لي ماشي ماشي اللي اللي ماشي أنا مليش دعوة أنا فاقي ما بتسهمش أنا باخد الرسمي لا لا أنا براهن على الزمن المسيماني هيرجع في يوم الأيام في مصر وهيقول سواء هيرجع أهلي زمالك هيرجع برامنز هيرجع أي مكان هيرجع ونشوفه يعني أنت مش مع فكرة إن السوشيال ميديا تحرك الإدارات الإدارات هي بتشتغل من دماغ لا الإدارات تحرك السوشيال ميديا عشان تاخد القرار التي ترغى فيه خليفة بتبقى موجات موجة موجة يعني الإدارات بتغضع للسوشيال ميديا بتبقى الموجة قوية جداً وزي ما إسلام قال دلوقتي بقى كتير جداً من الإدارات بتفكر إزاي هي بتسيطر أو بتدعم فكرة إن هي توجه قرارات للسوشيال ميديا وبتدعم قراراتها بعد طريق ظهير إعلامي كان دائماً الظهير الإعلامي ده موجود من قديم الأزل كان زمان بيتم عن طريق صحفيين بس وإعلاميين ومنظومات الأندل الإعلامية دلوقتي يدخل فيها برضو إن بيتم التأثير على أراء الجماهير لأن في النهاية يعني في جملة كده مشورة معظم الناس في ناس آخر وإنت لو دخلت لقيت أراء 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 في اتجاه ساعات كتير جداً بتمين لتاخد الأراء دي فلو إنت قدرت تبقى كإدارة بتزق الموجة الأولى لدعم القرارك في أوقات كتير من الجماهير بتدعم نفس القرار اللي إنت قدرت تخلق الموجة الأولى بتاعته دي فهي الأول كانت الجماهير على سوشال ميديا فري تماماً وكان بتأثر على الإدارات دلوقتي الإدارات بدأت تفهم اللعبة وبقى في نوع من أنواع التوازن شد وجذب ساعات موجات الغضب من النتاج أو كذا بيتلاقي شدت السوشال ميديا قوية ولكن الإدارات دلوقتي بتستوعب دي سعماعات وساعات هي اللي بتسبق وبتسيطر فالعملية يعني إيه عامل زي صراع كده ما بين الأظهرة الإعلامية للأندية وما بين الجمهور اللي هو ساعات بتحركوا مشاعر عموماً يعني آخر حاجة شغل الراديو حلو جميل بجد جميل مين أحلى ضيف جالك الفاتحة اللي فاتت ملاش أحلى عشان ما حرجكش مع أحد مين تضيف اللي بعد ما خلصت الحالة لقيتها حالة أجامدة جد لا هم كتير والله بس كابتان أحمد حسن كابتان أحمد حسن كابتان أحمد حسن لا أصلا أقول لك أنا عمري ما كنت في يوم لأي ما أحلم أن أنا أعود جنب يعني أعود أقول لكابتان أحمد حسن أنت إزاي مثلا في الماتش الفلاني الماتش الكابر ومسلا كنت إزاي عندك السقر من أنت بعد ما تحط جنب أو يدخل جنب بسبب تجيب جنب ولا أقول لي زيدان أنت بقى ليه ما جيتش عالفين وستة في الآخر هو حلمي كان عند الواحد الحمد لله ربنا كرام حاوف والتلاتة كابتان أحمد حسن كابتان أحمد متعب كابتان محمد زيدان لا بالنسبة لي كانت حالات جنب أنا فاضيلة بس اتنين إن شاء الله كريمي بمزي وهنا حتحود أوبس انت عندما عاركني أهدا تحت عددت هتكسر فينا بس هي تعاركني بقى في بلاي ستشن ماشي بس ما رشي تزع لايف ويقول لها هيحصل هنشوف انت عارف السقة هنشوف هنشوف أنا شعوري ومش كلا أن أنا شوفت طب أنا عايز ولك حاجة الراجل ده بيقوا أعمالي زلين على إيه مرة كان عند كرونة وتعبان وتعبان كسبني وكنا بنلعب أونلاين كسبني كتير كم ماطش مثلا بتاع 12 ولا حاجة مش فاكر عشرة الاثنين عشرة طبعا نقول له بس ده يعني لوه هو تعبان وعنده كورونا يلعب 11 ماطش أنا بس عايز أعرف بيلعب على سرير الله ينور عليك يا جيمي إسلام شرفت ونورت حبيب يا كريم مش عارض إذا أقول لك يعني أنا مفسوق جدا وليس فخر أن أطلع معك أول حالة حبيب يا جيمي خليفة نورت الدنيا نورك يا كريم وسعيد أن أنا كنت النهاردة مع إسلام ومحمد جيمي يا ربي خيجي مش عرفت خلاتك حبيب يا كين مبسوط أنا كنت موجود مع رجالك النهاردة مع خليفة ومع إسلام طبعا باشكرا باشكرا حبيبي ودايما كل التوفير للنادي الأهلي ونادي الزمالك إن شاء الله في دول الأبطال لسا الأمل موجود ده بالنسبة لدول الأبطال أنا بتكلم على الزمالك والأهلي عشان هم اللي فروسهم صعبة فيوتشوروبرابنز ما شاء الله مشين زي الفولو ما شاء الله 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 يعملوا أداء ويعملوا مش هقول مفاجأة يعني بس يرجعوا للمكانة الطبيعية في بطولة أفريقيا هنا انتهت حلقة رقم 10 اليوم أشوفكم يا رب على البخير